بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة الدكتور أحمد سابت والأستاذ عبد الحكيم أبو علم وتحليلات فنية عن مباراة الأهلي والاتحاد السكنداري أيضا حديث أكيد إن شاء الله يكون حديث مميز عن النادي الأهلي وارتبطاته خلال المرحلة القادمة بداية من مواجهة بلدية المحلة يوم السبت المقبل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنا شخصيا لن يكون هناك كلام إلا بعد نهاية عن النهاء الإفريقي أمام الترجي إلا إن شاء الله بعد نهاية مباراة يوم السبت هتقول لي ليه أسلام أنت بتقول هذا الكلام هقول لك لأنه هذه هي دائما ما تكون نادي الأهلي بيمشي بهذه الطريقة دائما يعني إيه؟ يعني أنا في بداية الكلام أو في بداية الأسبوع قبل أولى المباراة أمام النادي الإسماعيلي قلت لحضراتكم عندنا أربع مباراة هناخد الأربع مباراة باكتج واحد أو كلهم زي مع بعض كده وبعد كده هنحطهم على جنب وننتظر ما سيحدث إن شاء الله علشان بعد كده ننظر والنادي الأهلي يبدأ استعداداته الحقيقية والكبيرة جدا للمباراة النهاية دي كانت أهم حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم في هذا الأمر إن إحنا أنا بشكر كل جمهوري النادي الأهلي الحقيقة شكرا جزيلا لحضراتكم أي حاجة بتتعمل فهي بتتعمل عشان خاطر جمهور النادي الأهلي أي حاجة بتتعمل في النادي في القناة في المركز الإعلامي هنا 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 فكل الأماكن بتشتغل عشان حاجة واحدة فقط وهي كيفية إسعاد جمهور النادي الأهلي والحقيقة ابتداء من مباراة الإسماعيلي أنا تكلمت مع حضراتكم وقلت إن إحنا جماعة خلال هذه الفترة مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف هنفضل وقفين ورا فريقنا هنساند وندعم فريقنا نادي الزمالك اتغلب من سموحة في الدوري وجمهوره بيقوله الكنفدرالية نفسهم ياخدوا البطولة الكنفدرالية لكن إحنا الحقيقة يعني خلال التلات مباريات السابقة جمهورك واقف في ظهرك في كل مباراة دايما جمهورك هو الأساس في كل شيء علشان كده النهاردة بعد نهاية التلات مباريات دول وأنا بنتظر أكتر وأكتر إن شاء الله بعد مباراة بلدية المحلة اللي هتكون مباراة صعبة لو تفتكروا الكلام اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم خلال الإسبوع أو العشر تيام اللي فاتوا منذ من يوم واحد مايو وحتى الآن قلت لحضراتكم إن احنا سنساند وسندعم مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف خلال هذه الفترة الحمد لله ربنا كرمنا بجهاز فني على أعلى مستوى بجهاز أو بمجموعة من اللاعبين على أعلى أعلى مستوى اللي يلعب يلعب أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة بتحصل وما عنديش مشكلة في أي أسم بيلعب داخل النادي الأهلي كلهم أسماء كبيرة وزي ما حضراتكم شايفين في الثلاث مباريات إسلام بيلعب محمد بيلعب علي بيلعب حسين بأي حد بيلعب الحمد لله والشكر لله الأمور تسير بشكل جيد واللي جوه زي اللي برة واللي برة زي اللي جوه والشناوي ما عندوش مشكلة مع أنه هو يقعد احتياطي مع شبير كلام اللي أنا بقوله ده على مسئوليتي الشخصية كابتن محمد الشناوي واحد من أخلص وأهم وأفضل لعبت النادي الأهلي خلال العشر سنين الأخيرة كابتن الشناوي قدام عيني قدام عيني الشناوي كان بيقعد مع لعبته يتكلم معهم في أنه قرار الجهاز الفني يجب أن يتم احترامه محمد الشناوي اللي الناس بتقول عليه دلوقتي أنه هو مش عايز يقعد احتياطي أنا بتكلم بمنتهى الصراحة هو بتكلم بمنتهى الصراحة هذا الكلام يا جماعة للمرة المليون هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام عاري تماما من الصحة الشناوي أو إحنا عندنا مدير فني حيشوف متى يكون الشناوي من وجهة نظر المدير الفني مش من وجهة نظر الشناوي ولا من وجهة نظر شبير ولا من وجهة نظر إسلام ولا من وجهة نظر الجهاز أنا أسف الجماهية لا 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 من وجهة نظر الجهاز الفني ومرسيل كولر المدير الفني هو من يختار التوقيت اللي حيبقى فيه الشناوي موجود وعلى الجميع وعلى الجميع أن يتقبل هذا الأمر وده اللي حيحصل بالمناسبة إمتى الشناوي حيلعب؟ إمتى الشناوي حيقعد؟ إمتى الشناوي حيرجع تاني؟ ده اللي حيبان خلال الأيام القادمة ما حدش يخش في المنطقة دي المنطقة دي محمد الشناوي نجم كبير كابتن النادي الاهلي وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه افشا زي ما حضراتكم شفته قلته خناقة وقلته كذا وقلته كذا وانا قلت ما قلتش انه مفيش ولكن بتحصل في اندية العالم كلها من كم يوم منشستر سيتي كان بيلعب وهالند جاب تلات جوان وهو طالع تكلمه مع بعض هو وجواريديولا بطريقة قدام العالم كله محمد صلاح ويورجان كلوب المباراة اللي بعدها بيلعب ملهاش علاقة ملهاش مفيش لعيب كورة كويس في العالم يستحمل ان هو يقعد احتياطي هتلاقي بيفرق عمال يفرق بيفرق في التمرين بيفرق في كل مكان عايز اقول لحضراتكم واتكلم عن افشا تحديدا افشا بيجي قبل التمرين بساعتين ثلاثة وبيمشي بعد التمرين بساعتين ثلاثة وبيموت نفسه في التمرين زيه زي بقية لعبت النادي الاهلي كلهم مفيش والله انا الكلام ده انا شاهد عيان على هذا الامر الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده بيحصل يوميا في النادي الاهلي من تاني بيقوله عليه حاجة كلام كتير جدا في هذا الامر وانا حبيت ان انا نبدأ الكلام على طول ومباشرة علشان اقول لحضراتكم ان كل الكلام اللي بيتقال هو كلام ليس صحيح خصوصا فيما يخص كابتن محمد الشناوي الاقي فيديو جايلي لكابتن متحة شلبي وهو بيتكلم عن هذا الامر الاقي فيديو اخر جايلي وفلان الفلاني وهو بيتكلم ان يقولك يا جماعة خدوها على مسؤوليتي الشخصية هم بيقولوا كده والله خدوها على مسؤوليتي الشخصية يعني انا اسمعيه التحدي يقولك ايه انا كنت مدرب 12 سنة لفريق درجة تانية وعارف انا بيقولكوا ايه تخيل تخيل حضرتك ان ده بيتقال فاللي عايز اقوله لحضراتكم والله يا جماعة ما هي الا مجرد كلمات بتتقال علشان الناس تبتلي تسخن هنا وتتكلم عن ده الناس ده بيقول ده بيعيد ده بيزيد ده بيعمل ده وخد من الكلام ده كتير خد من الكلام ده كتير خلال الفترة اللي فاتت ولكن الحمد لله والشكر لله الامور تسير بشكل جيد كل حاجة حلوة هناك بعض المشاكل محدش يقدر يقول ان مفيش مشاكل في اي فريق في العالم بالمناسبة لو انا قلت كده يبقى انا كداب فيش فريق في العالم مفيش مشاكل ولكن كيفية ادارة المشاكل داخل الفريق من خلال مدير كورة محترم مع مدير فني محترم مع مجموعة لعبين عارفين كويس جدا 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 مقدار واسم النادي الاهلي عارفين ان وراهم 70-80 مليون اهلاوي بيحبوهم ووقفين في ظهرهم فهنا المنظومة كلها بيقودها مشرف على الكورة كان اسطورة من اساطير كرة القدم في الملعب وخارج الملعب هنا الاسطورة او او هنا المنظومة كلها بتكتمل جمهور على اعلى مستوى ادارة على اعلى مستوى جهاز فني لاعبين فكله بيمسك في بعضه الحمد لله ربنا بيكرموا الدنيا تبقى زي الفل فمش عايز حضراتكم تروحوا للناس اللي بتتكلم معاكم في هذا الامر الشناوي كويس ان شاء الله يكون قريبا في الملعب زي ما حضراتكم حابين تشوفوه مش هقول لكم الكلام ده على مسئوليتي ولا حاجة ولكن انا بقول لحضراتكم كلام انا صادق في الكلام اللي انا بقوله انا صادق في الكلام اللي انا بقوله وعارف انا بقول لحضراتكم ايه ولما قريب جدا تشوفوا اللي انا بقوله ده هتقول الله طب ما وكابتل اسلام او اسلام كان عنده صح اه كان عنده حق ده بالنسبة للشناوي وبالنسبة الافشة واي حد تاني صدقوني كل لعبت النادي الاهلي ينتظروا ان شاء الله يعدوا يوم مطش البلدية وبعد كده ننظر الى ما هو قادم المبارتين النهائتين عايزة تغنى النهاردة تحديدا بما قدمه فريق النادي الاهلي في مباراته امام الاتحاد السكندري مباراة انتهت منذ ساعتين تقريبا واقيمت على استاذ القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة التسعة النادي الاهلي بيوصل انتصاراته الجادة والقوية ويحقق الفوز بربعية مقابل هدف انا الجندة الجندة اللي فارق معي لا هاتلي الجنة يا سامير من اوله لو سمعت اللي فارق معي في الجن ده الترئيسة عمر كمال انا عايزك تجيب لي فرحة عمر كمال بعد بص بص الجرينتة احنا بنسميها في الكرة الحماس عايز يموت عايز ياكل في نفسه عمر كمال لا هاتهال يا سامير من اوله لو سمعت اه فهي دي اللي بتموت هي دي اللي انا عايزها وهي دي اللي انا بطلبها وهي دي اللي فارق معي هي الجرينتة بص 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 عمر وخلي بالك هو ماتش في الدوري يعني مش ماتش وهو عارف ان هو مش هيلعب المباراة القادمة في نهاية افريقيا لانه مش متأيد في افريقيا ولكن عمر قام عمل كده وقاعد مش عارف انا بقول لحضراتكم ان مثل هذه الامور بالنسبة لنا بتبين لي حاجة مهمة جدا بتبين لي حاجة مهمة جدا بتبين لي قد ايه هي مش جاية يعني هي مش جاي بنا فحاولوا تجيبوها كاملة جماعة اللي بقولوا هنا انه مثل هذه الروح هي اللي بتديني التلات نقط اداء جيد وكل حاجة النهاردة الاداء جيد بكرة الاداء احسن بعده الاداء اقل شوية بعده في المباراة اللي بعدها وهكذا هي دي كرة القدم ولكن الروح دي احنا في بعض الاوقات بنفتقد الروح دي بنفتقد الروح دي يعني انا بالنسبة لي فرحة عمر كمال اللي قبل يعني معرفش بقى هي مش جاي هنا انا شفتها فين لكن انا شفتها هنا عمر اه يعني يعني هو عمر هنا وجرنتا اللي بيعملها وفرحته حتى بالهدف اللي جابه هي دي الحاجات اللي انا بتكلم فيها لكن اداء اداء فني على اعلى مستوى الجهاز الفني من هذه المباراة كسب كسب كتير مكاسب مهمة في توقيت مهم اربع اهداف وسامة بوعلي من راكل الجزافة دي 28 وعشرين زي ما حضراتكم شفتوا وريدا سليم رايق حاجة رواقان كده وحاجة حلوة جدا وحط جون في الديئة 32 وبعدين عمر جون رائع ثم كهربة بيختتم اه انا بالنسبة لي جون ردا سليم ده حاجة حاجة حلوة جدا جون حلوة اوي 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 وريدا سليم ده من اللاعبة الجامدة جدا جدا في النادي الاهلي وحاجة يعني بص المهدي سليمان من افضل حراس المرمى اللي موجودة في مصر لكن بيبص على الكرة زي وزينا يعني بيتفرج على حلاوة وجمال كرة ردا سليم في هذا الهدف حاجة جميلة جدا وحاجة هنا بص بقى عمر بص ادي الهدف اللي جابه عمر يعني العمر هنا في الجون ده هي دي لعبة عمر كمال وهو ده اللي احنا مستنيينه من عمر كمال بالمناسبة الكرة دي واللي زيها واللي زيها واللي زيها الحمد لله النادي الاهلي قدر يحرز هدف زي ما حضراتكم عرفته ان اختيارات المدير الفني لمن يسدد ضربة الجزاء اصبحت وحنا في الملعب كده يعني انا شفت رمي ربيعة راح اتكلم مع كولر وقال له امام او قال له انا اعسف وسام في اول في اول ضرب الجزاء وبالفعل وسام هو اللي عمل ضربة الجزاء الاولى وفي ضربة الجزاء دي كهرباء هو من وضع ركلة الجزاء ووضع الهدف الرابع ليتقدم النادي الاهلي الى المركز السابع برصيد 30 نقطة خلي بالك النادي الاهلي مش فرحان والمركز السابع ولا حاجة ولكن والمركز السابع ده لان لنا سبع مباريات مؤجلة انشاء الله احنا كفريق قادرين على الفوز سبع مباريات واعتلاق صدارة الدولة الممتاز الاول انا مش هفكر في الصدارة ولا في اي حاجة ولا في السبع مباريات انا هفكر في مباراة البلدية المباراة القادمة الامر الاجابي بالنسبة لي هو ايضا القوة الهجومية النادي الاهلي هو الافضل في مصر في الفترة أو في الدوري العام المصري آخر فترة بالمناسبة النادي الأهلي في آخر تلات مباريات مسجل عشر أهداف تلاتة في مازنبي ثم تلاتة في الجونة وأخيرا أربعة في مرمى الاتحاد السكندري بالنسبة لي وبالنسبة لكل جمهوري النادي الأهلي الوضع هنا مطمئن جدا قبل خوض مباراة الترجي على الرغم من أننا ماتش الترجي حيبقى مختلف تماما عن المباريات الدوري حتى كضغط جماهيري وكتواجد جماهيري كل حاجة هتلاقي الوضع مختلف تماما النهاردة وسام بيكتسب ثقة وسام أبو علي بيكتسب ثقة من مباراة أخرى ريدا سليم بتعود له ذاكرة التهديف مرة أخرى ويواصل النجمة كهرباء تسجيل الأهداف أيضا عمر كمال وواحد من أجمل وأحلى الأهداف في الدوري العام المصري وبيضبط عمر في كل مباراة أنه هو صفقة مميزة وإن شاء الله يعني تبقى حاجة جميلة جدا وخلي بالكو عمر خد أفضل لعب النهاردة لتاني مرة أعتقد في الدوري العام من ساعة ما جاء وهو ما بيلعبش في أفريقيا على الرغم من أنه ما بيلعبش في أفريقيا ولكن مستر كولر بيعتمد عليه في مباراة الدوري العام ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بثلاثة نقاط ثلاثة نقاط غالية وثلاثة نقاط إن شاء الله يعني تكون في طريق عودة النادي الأهلي إلى صدارة الدوري خلال الفترة القادمة يعني أنت أقل فريق في الدوري خاض مباريات ولكنك أقوى هجوم في الدوري برصيد تلاتة وثلاثين هدف مستر كولر النهاردة بالمناسبة أدار هذه المباراة باحترافية شديدة قدر يتفوق على واحد من مدرب الدوري المخضرمين كابتن طارق العشري واتطمن على جهزية جميع اللاعبين والحمد لله الثقة موجودة عملية التدوير رائعة بيتم اتباحها مع الفريق وبيؤكد أن مستر الوضع اللي احنا فيه بيؤكد أن مستر كولر مدرب من تراز فريد في حقق صد هتكلم عن واحد من المطروض هتكلم عن المطروض النهاردة في حقق صد لأنه المطروض قال على مستر كولر أنه هو مفلس في تخيل لكن ما يجي ما نيجي طيب خلينا نتكلم عن فقرتنا الرئيسية فقرة حق صد عندي مجموعة من النقاط المهمة زي ما قلت لحضراتكم الهجاس والمطروض والغير صادق هذه الأسماء لما بقولها حضراتكم عارفين هو مين سواء ده أو ده أو ده ولكن فيه حاجات جديدة حضفها أو فيه لقب جديد حيتم إضافته على المجموعة دي برضو بالمناسبة مش على مجموعة تاني كل مرة كده بلاقي زمائلي في الإعداد حطر لي على هذه المجموعة اسم هبيدة القنوات الفضائية الرياضية أو البرامج الرياضية أنا بصراحة مش عارف إزاي ناس دي بتطلع تتكلم مع الجماهير ويقولوا مثل هذه الأفكار للرأي العام لأنه حرفياً بيكون هناك تضليل بكلام عبثي وليس له أي منطق والكلام اللي بيتقال ليس له وصلها بالواقع هم عايزين يعيشوا في عالم افتراضي أو ممكن بالمناسبة نستبدلهم بشخصيات الذكاء الاصطناعي والله العظيم تلاتة الشخصيات الذكاء الاصطناعي هيقولوا كلام أفضل من اللي هما بيقولوا واحد طالع في برنامج بيألف والله بيألف وبتكلم عن قصة حسين الشحات ومحمد الشيبي لعب بيرمتز بيقول إيه بقى والله هذا الكلام بيقولوا وهو ما تفهمش هو عايز يخنع بين الناس إزاي مش عارف بيقول إنه الشيبي لم يخطئ باتجاهه إلى القضاء المدن ويبرر الكلام دا لديوفه اللي قاعدين بإيه طيب يقولوا إيه يقولوا يعني المزيع بيبرر للناس اللي قاعدين يقول لهم إيه يقول لهم افردوا لعيب ضرب لعيب بمطوى والله العظيم هذا هو مستوى الكلام أنا بتكلم بجد مش بأطزر يقول له طيب افردوا بقى لعيب ضرب لعيب بمطوى في الحالة دي نعمل إيه ما ينفعش يروح للقضاء المدني مطوى إيه إيه يا جماعة الكلام دا هو إيه اللي حضراتكم بتتكلموا فيه دا إحنا بنلعب كرة قدم وما لعب كرة قدم مطوى إيه المطوى دي في أماكن تانية في أماكن أخرى وبعدين هيشيل مطوى في إيه في الشرط يعني فين إزاي إيه بتقول إيه سيبك من كل دا إحنا على مدار تاريخنا وتاريخك وتاريخ كل الناس منذ أن بدأت كرة القدم وحتى الآن عمرك شفت حد دا لعيب درب لعيب بمطوى في الملعب إيه الخيال دا إنت عايز توصل للناس إيه أنتوا متأثرين بها حمد وموتة والأفلام اللي بتقعدوا وتفرجوا عليها والمسلسلات اللي كلنا يعني في حاجات مسلسلات بنتفرج عليها بناخد منها الكويس ولو فيها حاجة هي رسالة لكن انتصل يقول لك يا سلو افردت نيل لعيبة دا واحد دخل لواحد وضرب واحد بمطو والله العظيم تلاتة جماعة هذا الكلام قيل في أحد البرامج الرياضية حتى ضيوف يعني يفكروا بيهزر اللهم لا بتكلم بجد تخيل إن احنا بنصل إن احنا بنفترض حاجة ما حصلتش ولا عمرها حتحصل ولا حتى في الأوهام ولا في الخيالات ولكن هي بتتعمل لمجرد إن موقف يعني الإثبات إن موقف الشي بيصح باللجوء إلى المحاكم القضائية هو فيه كده يا جماعة في الدنيا يا جماعة لو أنا يعني فيه ناس لو ما بتشتغلش في القنوات الفئوية عندما تكون خارج القنوات الفئوية يجب أن تكون محايد حايد انتمائك لكن طالما أنت تتكلم في الإعلام مش في قناة فئوية في قناة عامة حتى لو كنت أهلاوي أو غير الأهلاوية يجب أن يكون حتى كلامك منطقي تستطيع أن تدافع ولكن بكلام منطقي يعني من الممكن أن احنا نفترض حاجات ممكن تحصل في الواقع لكن حاجات غريبة كده مطوئ اتخال بأحدا كده والله كنت حاجين مطوئ معي طلع مطوئ وقعه دعمل بيها الحركات اللي بتتعامل يا جماعة الكلام ده لمجرد أن يكون هناك موقف مع الشيبي ضد إحسين الشحات بالفعل أصحاب العقول في راحة مش هقول أكتر من كده في هذا الأمر النهاردة زي ما قلت لحضراتكم العنوان وحطونا العنوان ده على السوشال ميديا يا شباب هبيدة القنوات الفضائية ده الموقف التاني الموقف التاني من هبيدة القنوات الفضائية يقولك إيه أسلو كولر مفلس فنية الله العظيم كل الأرقام اللي حققها كولر والبطولات اللي توج بيها مع النادي الأهلي وهو شايفه مفلس هو شايفه مفلس يمكن لشان هو مطروض فهو شايفه مفلس لأنه بصراحة الإفلاس الإعلامي أكبر بكتير جدا 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 إن إحنا تصل بنا يعني الواحد ممكن يعمل إيه لو أنا عايز أبين إن كولر ده مدرب بأي كلام أنا هقول لك يا نجم على نجم إيه أنا آسف هقول لك يا مطروض على حاجة تعملوها وبتكلم بجد وساعتها مش هنقدر نتكلم لأن دي حاجة فنية معرفش هنعرف نوصل لحاجة فنية ولا لأ لو أنا عايز أقول إن الموديل الفني ده ما عندوش فكرة هجيب موقف جوه الملعب لو أنا يعني جوه الملعب يبين إن الموديل الفني ده ما عندوش فكرة عشان الناس ممكن 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 تقول والله الكلام ده واقعي كلام منطقي نقدر نتناقش فيه ولكن هتقول لي مفلس بدون إبداء أي أسباب طيب حاوض أضحك عليك وقولك المطروض يجب أن يكون مفلس هو كمان مفلس إعلاميا وتحليليا يعني يعنينا حتى الضيف اللي كان قاعد معاه إنها حتى تانية الراجل بيتكلم استغرب وقال له طب انت شاكلك بتتفرج على التلفزيون من ظهره قال له بقى تتفرج على التلفزيون من قدام مش من ورا يعني يعني على الشاشة يعني طبعا وقصده ما تبصش على التلفزيون انت كده كده بتفرجش أنا مستعدة راهن إن الراجل ده ما بيتفرجش على المتشاط هو طالع يقول هذه الكلمات بالاتفاق مع الناس اللي حواليه علشان تتشاف ويتشاف وده يطلع يرد وده يطلع يعمل لأنه من غير النادي الآلي ما فيش ثلاثة حيعرفه يعني حيبصه لك طيب تشوف بقية المواضيع اللي بيتكلم فيها مش هتلاقي الفيديو معادي الميت فيوز بعدين من ساعة ما طلع يحلل في التلفزيون ما فيش مرة واحدة مرة واحدة ما تجيبش سيرة الاهلي وعلى طول الاهلي وعلى طول الاهلي وحش وعلى طول الاهلي مفلس فنيا على طول الاهلي ده ما فيوش أي ميزة بالنسبة لك فيوش أي حاجة حلوة طب في وسط الكلام قول حاجة حلوة يمكن برضو الناس تقول إيه خليك زاكي أنا الحقيقة تخيل إن أنا وصلت لدرجة إن أنا بقولك تعمل إيه لإنه عندما يكون الأمر فني أنا ما هتكلمش كل واحد لها وجهة نظره وإنت حر قولي اللي إنت عايزه مش حقدر أتكلم لكن إنت معذور لإنه من غير حبة الكذب والعبث والعبث اللي بتقولهم هتقعد ما حدش هيتفرج وحتقعد في البيت كمان وما حدش هجيبك ومش هيبقى ليك دور ده الموضوع التاني قال لك مفلس فنائي طيب الهبيد التالت إحنا كده الهبيد الأول قلت لكم عليه الهبيد التاني الهبيد التالت كلام مضحك الأهلي يفاوض محمد صبحي حارس الزمالك حضرتك كذاب حضرتك بتجدب والدليل إن أنا عندي أفضل ثلاث حرارة في مصر حرفيا محمد الشناوي كابتل محمد الشناوي ما حدش هكي مش أنا اللي هتكلم عنه ولا حضراتكم كلنا عارفين محمد الشناوي مصطفى شوبير وما فعله خلال الفترة الأخيرة وحارس منتخب مصر ثم حمزة علاء حارس منتخبنا الأولمبي ومصطفى مخلوف غير الزنفلي فحضرتك سايب كل دول ونادي الأهلي سايب كل دول وراح يتفاوض مع محمد صبحي حضرتك بتجدب بتقول محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك لعيب كواس جدا وهايل وحارس مرمى جيد وكل حاجة ولكن لم يحدث هذا الأمر الحمد لله عندنا نجم بقيمة محمد الشناوي الحمد لله عندنا نجم بقيمة مصطفى شبير ومستقبله خلال مستقبل حراسة مصر والنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية نفس الكلام حمزة علاء ومصطفى مخلوف وبعدهم الزنفلي فأنا عندي استقرار في هذا المركز فما فيش أي سبب يخليني أنا هنا بتكلم بالمنطق بقى فيش أي سبب يخليني أروح أدور على حارس مرمى أصلا يعني ما عنديش سبب يخليني أطلع أقول لحضراتكم أنه النادي الأهلي بيتفاوض مع محمد صبح ده مش حقيقي هذا الكلام غير حقيقي يعني يعني وبعدين أنا لو مشيت معك في العبث ده خلاص مفيش غير الكابتن محمد صبح يعني أوفر أوفر يا جماعة الهبد ده أوفر والله زي ما قلت لحضراتكم أبشى زعلان عشان إمام عشور شائر أنا بجيبها لحضراتكم الحمد لله والشكر لله ممكن يكون الهدفين اللي جابوهم الاتنين في مرمى في نهاية كاس مصر أمام الزمالك عاملين شغل أو عاملين وجع دماغ للناس زي ما قلت لحضراتكم أنا لا أنكر أنه مفيش نادي في العالم أنا لا أنكر أنه يوجد لا يوجد أو لا توجد مشاكل في أي نادي في العالم في أي نادي في العالم ولكن زي ما بقول لحضراتكم كلعيب كرة بقول لك لعيب الكرة اللي يبقى قاعد برة ومبسوط وفرحان أنا مش عايزه لعيب الكرة اللي مايلعبش ويبقى عادي كده الموضوع بالنسبة له عادي أنا مش عايزه مش أنا أنا وجمهور الأهلي بالمناسبة لأنه أنا تعلمت الكلام اللي أنا بقوله ده منين من جمهور الأهلي من جمهور الأهلي مش من حد تاني جمهور الأهلي اللي علمنا مثل هذه الأمور إنه الكرة شغف حب روح روح الفانيلا الحامرة اللي إن شاء الله حنشوفها يوم السابت ونقفل الـ 12 يا رب يا رب ربنا يكرمنا يوم السابت أمام بلدية المحلة ونقفل الـ 12 نقطة دول ونبتدي بقى نشحذ الهمم مرة أخرى للمباراة يوم 18 ويوم 25 عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونواصل التربع على عرش القرى الإفريقية إن شاء الله ربنا لو كرمنا نصل للقب الـ 12 وبالتالي كلنا في دهر ندينا كلنا حنفضل في دهر ندينا كلنا حنساند ندينا يوم السابت زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة مباراة صعبة البلدية عنده مدير فني جيد عنده مجموعة جيدة من اللاعبين كابتن أحمد عبد الرقوف مدير فني نادي البلدية مدير فني جيد وعنده طموع وعنده الشغف اللي بالمناسبة نفسه يكسب النادي الأهلي نفسه يكسب النادي الأهلي وهو حقه المشروع للكابتن أحمد رقوف فعشان كده أنا بقول لحضراتكم مباراة صعبة اللي إحنا كورلنا إن شاء الله حنبقى في دهر فريقنا ومسندة فريقنا الدائمة وهو المطلوب طيب آخر حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم ناس كتيرة بعتلي بتشكرني يعني على الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا عشان التحكيم والإحنا أنا ما بيضغطش على حد أنا كبنامج كقناة كسياسة قناة سياسة نادي بناخدها النادي الأهلي ما بيضغطش على حكام إحنا بنعملش كده إحنا بنشوف بعنينا خطأ وبنحاول إن إحنا نصلحه من خلال كلامنا الحمد لله كلام حتى الناس اللي بننتقدها أو الحكام اللي بننتقدهم الحمد لله والشكر لله بننتقدهم يعني بيكلمونا في التليفون وبيبقوا زعلانين شوية في الآخر إحنا بنختلف فنيا ولكن خارج النواحي الفنية الحمد لله الناس محترمة جدا والحمد لله تعلمنا من النادي الأهلي كل حاجة حلوة النهاردة كابتن معروف واحدة كابتن محمد معروف طبعا واحدة من أفضل المباريات لكابتن محمد معروف هتقول لي أنت بتاقول الكلام ده عشان الأهلي يكسب أربعة واحد ماشي هي المباراة سهلة بالمناسبة لأنه الأهلي جاب ثلاث جوان في الشيط الأولاني فالمباراة سهلت لكابتن محمد معروف ولكن كابتن محمد معروف يبقى باقي التاقم حطونا جماعة التاقم لو موجود فاللي بقوله لحضراتكم أنه زي ما بننتقد الأداء السيء لا بنقول أنه فيه أداء جيد النهاردة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فيه أداء جيد أداء حلو أداء نتبسط وإحنا عادين بنتفرج عليه أداء لا يفرق ما بين الأحمر والأخضر اللي أخضر ده سيد البلد برضو بيتقال عليه في اسكندرية قال الاتحاد سيد البلد والأحمر هو سيد أفريقيا فأنت بتلعب قدامنا ديين كبار جدا النتيجة سهلت الماتش سهلت الماتش ولكن عندك حكم كابتن محمد معروف دي أنا دايماً بقوله لماذا لا تكون كل المباراة بهذا الشكل ليه دايماً فيه أخطاء في اللبيض واللزرق تلاقي أخطاء واللزرق والأورنج لقينا أخطاء ومش عارف أنا مش عايز أقول أسماء فرق عشان ما تتقلبش أهلي وزمالك وبيرامدز ولكن هادي هي الحقيقة هناك أخطاء كبيرة في مباراة الزمالك وأسموحة على الرغم من فوز سموحة عشان الناس بس متقولكش أنت أهلي وبتتكلم على الزمالك خالص في مباراة بيرامدز بيرامدز فاز بثلاثة نقاط أنا بشوف أنها ليست رقل الجزاء كرة بتاعة مودرن فيوتش مباراة بيرامدز أفضل وكل حاجة ولكن إحنا هنا بنتكلم على نتيجة وضرب الجزاء لا يمكن احتسابها ضرب الجزاء وجهة نظري معرفش ولكن قد يكون هناك وجهات نظر أخر الكرة بتاعة بيرامدز رايحة جاية فيها خمسين خمسين لكن هناك كرات أخرى في مباريات أخرى صعبة جدا صعبة جدا يا جماعة أنها يتم احتسابها فعشان كده النهاردة طاقم التحكيم بالكامل هو طاقم جاية هو طاقم جاية يعني في الآخر هو ده اللي إحنا إيه عايزين نوصل بي إن إحنا عندنا حكام على أفضل وأحسن مستوى ولكن يجب أن يكون المستوى في جميع المباريات الحمد لله ربنا كرم النهاردة وإحنا عاديين واحد حط إيده على قلبه النهاردة الواحد النهاردة بقول لكم حط إيده على قلبه مش عارفين إيه اللي حيحصل كابتن محمد معروف كابتن شريف عبد الله مساعد أول كابتن عدي عيد مساعد تاني كابتن أحمد حمدي حكم رابع كابتن عبد العزيز السيد حكم للفار وكابتن محمد عباس أبيل حكم فار مساعد طاقم التحكيم اللي أنا بهنيهم على الهواء مباشرة ودائما هنطلع نتكلم إذا كان هناك شيء جيد هنقوله وإذا كان هناك انتقاد اسمحوا لي إن إحنا نقوله بعد إذنكم هننتظر يوم السبت إيه اللي حيحصل يوم الجمعة أنا ما بطلعش يوم الخميس أنا ما بطلعش فبالتالي عندي بكرة حلقة طبعا مش هيكونوا أعلانوا الحكام فنتمنى أن يكون حكام الأسبوع القادم حكام جاي لكل المباريات مش أهلي فقط لكل المباريات لأنه لو الحكم قويس أنا خلاص هقضت ببطني بطيخة صيفي دي أهم حاجة أنا بس حبيت إن أنا أشيد بأداء طاقم التحكيم عايز أقول بس لحضراتكم بشرة صار جدا لجماهير الكرة المصرية وبيان من وزارة الشباب والرياضة في اجتماع لوزير الرياضة دكتور أشرف صبحي مع ممثلي الاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية لزيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والإفريقية الحقيقة أخبار جيدة جدا في خبر مهم في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية المباريات المحلية لكرة القدم وأيضا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها اللي جاي بقى هو الحلو في هذا الأمر حيث وفقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار النصف نهائية والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد تاني حيث وفقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائية والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل أما فيما يخص الحضور الجماهيري في المباريات المحلية اللي فوق كان للحضور الجماهيري للمباريات الإفريقية للأندية المصرية الدور النهائي والقبل النهائي أصبح طاقة استيعابية كاملة في كل الاستاذات اللي حيلعب فيها هذه المباريات أما فيما يخص الحضور الجماهيري في المباريات المحلية في مصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف مشجع من الجماهير باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات على أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالنوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام القانون واللوائح وكذا وتتقدم وزارة الشباب ورياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهد حثيث وملموس في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية ألف ألف مبروك لجماهير كرة القدم المصرية بشكل عام الحمد لله المباريات النهائية والقبل النهائية في البطولات الإفريقية الطاقة كاملة في كل الاستادات اللي هي اف хорош في أستاد القاهرة حاليا وبالتالي كل المباريات الأفريقية لكل الأندية المصرية اللي هي التي تصل للمبارات النهائية والقبل النهائية الاستاد فول كامل أما في المباريات المحلية 30 ألف مشجع في استاد القاهرة و30 ألف مشجع في استاد برج العرب أما في بقية الاستادات فتكون الطاقة الاستعابية كاملة في المباريات المحلية شكراً للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شكراً لجميع الجهات المعنية في هذا الأمر لأن الجميع الحقيقة كان ينتظر هذه الخطوة من الإدارة المصرية وبالفعل الإدارة المصرية والإدارة السياسية المصرية متمثلة في الدكتور أشرف صبحي الحقيقة جهود كبيرة جداً مع كل الجهات المعنية والوزارات المعنية في هذا الأمر للوصول إلى إن شاء الله كل الأعداد اللي حضراتكم شايفينها فألف ألف مبروك لكل الجماهير المصرية إن شاء الله تعود كل الاستادات إلى ساعتها خلال ساعتها الكاملة يعني خلال الأيام القادمة تقرير جولة في آخر الأخبار المحلية والعالمية كالعادة يومياً في البيت الكبير وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل هنرجع نستقبل الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والدكتور أحمد سابت في ضيافة البيت الكبير حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزاً مهماً على حساب فريق سيداته ليوبلس في أول لقاءات الدور النصف النهائي من منافسات بطولة دور السوبر للمحترفات أقيمت المباراة على صالة برج العرب الإسكندرية وشهدت أداء قوية من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز سيدات سلة الأهلي بنتيجة 89-45 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دور أبطال إفريقيا حيث يدير مباراة الزهاب في تونس يوم الثمن عشر من الشهر الحالي الحكم الجزائري مصطفى غربال وفي لقاء الإياب في القاهرة يوم الخامس والعشرين من مايو سيكون كل من الحكم الكونغولي جان جاك نادالا ويعاونه سورو فتسواني والسيد تياما والحاج ألو محمد كحكم الرابع وتم تعيين الجزائري لحلو بن إبراهيم لإدارة تقنية الفيديو ويعاونه دانيال ناريا وعبد الله محمد أعلنت لجنة مسابقات باتحاد كرة القدم المواعيد الرسمية لمواجهة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي وتنطلق منافسات دور الـ 32 للكأس بمواجهة سيراميكا كليو فاترا ومكادي على ملعب المقاولون العرب يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي وتقام في اليوم ذاته مواجهتان بين سموحة ولفيينة باستاد الإسكندرية والزاد أفسي والداخلية على ملعب السلام فيما تقرر إقامة لقاء الأهل والألومينيوم على استاد استلام يوم 29 من الشهر الحالي أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدور المصري وجاءت العقوبات بإيقاف مجد عبدالعاطي المدير الفني لفريق زاد أفسي لمباراة واحدة وتوقيع غرمة مالية عليه قيمتها عشرة ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم وإيقاف محمد إسماعيل محمد قب لاعب فريق زاد أفسي لمباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة وإيقاف حسام حسن عبدالبتيع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على انذارين في نفس المباراة توجى نجمون المصري سام مرسي قائد فريق أبسويتشتاون الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن الموسم الماضي بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدور الممتاز الإنجليزي في الموسم المقبل ليصبح سام مرسي أول قائد مصري في التاريخ يصعد مع فريقه بالدور الدرجة الأولى للبريمير ليك تحضيرا لأولمبياد باريس أعلنت تقارير صحفية أن الاتحاد العراقية لكرة القدم بدأ من الآن مفاتحة منتخبات قوية لتأمين مباريات ودية لمنتخب بلاده الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024 وذكرت التقارير أن الاتحاد العراقي اتفق مع نظيره المصري على إقامة مباراة ودية للمنتخبين في شهر يونيو المقبل استعدادا لأولمبياد باريس وتم الحصول على الموافقات المبدئية بين المنتخبين كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربية ياسين بونو حارس مرمى النادي الهلال السعودي دخل ضمن اهتمامات باريس سان جيرما للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كبديل للإيطالي جان لويجي دونا روما مشيرة إلى أن ياسين بونو ظهر بصورة رائعة هذا الموسم مع الهلال مما جعل أبواب كرة القدم الأوروبية تفتح أمامه مرة أخرى بعد أن أصبح أكثر حارس هلالي عبر التاريخ يحافظ على نظافة شباكه خلال موسم واحد صدم داني كارفخال جماهير ريال مدريد الإسباني حين اعترف بأن إيابة نصف نهائية دور أبطال أوروبا أمام باين ميونك الألماني يوم غد للأربعاء قد يكون المباراة الأخيرة لكل من لوكا مودريتش والتوني كروس وناتشو فرناندز على ملعب سانتياجو بن نبيو مشددا على أنه يجب معرفة وضع كل واحد منهم وما قد يحدث معه وقال أنهم يركزون على المنعطف الأخير من الموسم وسيحدث الأمر في لحظة ما أثناء إيريك تنهاج مدرب منشستر يونايتد على جماهير فريقه لمؤازرتها الكبيرة للفريق رغم الضربة الموجعة التي تعرض لها بالخسارة برباعية أمام كريسل بالاس في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدور الإنجليزي ليواصل الفريق نتائجه المهتزة بعدما حقق انتصارا وحيدا فقط في مبارياته السبع الأخيرة واعترف مدرب يونايتد بأن أداء الفريق لم يكن جيدا بما يكفي بأي حال من الأحوال موجان الشكر للجماهير على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرى حب ديوفي وديوف حضراتكم في هذه الفقرة أحمد سابت زكا بحمد بارك كله تمام أيضا عبد الحكيم أبو عالم زكا عب بارك يا عبيدي كله تمام الحمد لله النهاردة عندنا تلات أجزاء في حلقتنا أو في الجزء الأخير من هذه الحلقة جزء خاص بأخبار حصرية عن التراجل تنسي زي ما حضراتكم متعودين ثم جزء خاص بالتحليل الفني لفوز النادي الأهلي بربعية اليوم والرد على كل ما يقال في النادي الأهلي أما الجزء الأخير يعني هنتكلم فيه أنا بقى إليه أربع تيام ولا تلات تيام بأتكلم فيه بس لازم هنتكلم فيه ده بالعبس ده مهم جدا لازم نتكلم فيه التحكيم المصري وقضايا مهمة جدا أحمد حابدأ معاك إحصائية للتاريخ عدد الربعيات ربعيات النادي الأهلي النهاردة ربعيات النادي الأهلي ماشي بما أن يعني بصراحة الأداية النهاردة كان ممتع حي ممتع بزدات الشيط الأول رتم رغيب وأداء بصراحة ممتع فرض خط النص كمان طول ما الخط النص بتاعك كويس تحس أن الفرق تبافية الثلاثة اللي فوزت الملعب النهاردة أكرم توفيه ومرقان عطية وإمام عشور ربنا يحفظهم كده إن شاء الله في المباراة النهاية ويقدموا هذا الأداء صراحة رتمه وكرة تانية والضغط العالي كان ممتاز جداً التحرك بدون كرة كان ممتاز النهاردة النادي الأهلي يا جماعة بيوصل للمية وتسعين ربعية في تاريخه مية وتسعين مية وتسعين إزاي؟ قدامنا على الشاشة الدور المصري النهاردة بنوصل للرقم مية واربعتاشر كاس مصر تلاتين ربعية دوري أبطال أفريقيا تمنتاشر ربعية كاس العالم للأندية كسبنا مرتين أربعة مرة الهلالي السعودي ومرة أرواه الياباني كاس السوبر المصري مرة اللي هي كانت مع فيوتشر كاس أفريقيا أبطال الكؤوس مرتين كاس السوبر الأفريقي مرة كاس السوبر العربي مرة كاس زايد للأندية الأبطال مرة دوري منطقة القاهرة 17 مرة كاس السلطان حسين مرتين كاس الجمهورية العربية المتحدة مرة لما نجمعهم اللي هي مية وتسعين ربعية للنادي الأهلي في التاريخ وديت الفرق كمان النهاردة للاتحاد السكندري وصل للمرة الحداشر في تاريخه النادي الأهلي بيكسب اربعة نادي الزمالك هو أكثر نادي أخذ ربعيات من النادي الأهلي أو خسر بربعية من النادي الأهلي 12 مرة لو نجيبها هذه الصورة اللي بعدها هتلاقي دي معانا هات الصورة اللي بعدها بس هتلاقي فيه الربعيات الاول ايوة الزمالك 12 مرة الترسانة 12 مرة الاتحاد بقى 11 وكل الاندية الموجودة دي جمهارية طبعا الترسانة كان نادي يعني عظيم يعني الترسانة 12 مرة الزمالك 12 مرة الاتحاد 11 مرة المصري 8 مرات الاسماعيلي 6 مرات المحلة 6 مرات المنصورة 6 مرات السكة الحديث 6 مرات دي أكتر الأندية في التاريخ اللي خسرت بأربع أهداف من النادي الأهلي على رأسهم نادي الزمالك ونادي الترسانة هات ربعيات مرس الكولر برضو عشان نوصقها دي الربعية التسعة منذ ما جيوا للنادي الأهلي بيكسب أربعة مين هم الأربعة؟ الداخلية أول المجاة أربعة واحد بعد كده القطني الكاميرون أربعة صفر كسب الزمالك أربعة واحد كسب المقاولين أربعة واحد كسب المصري أربعة صفر كسب سان جورج الأسيوب 4-0 كسب قراءة اليابان 4-2 كسب فيوتشر 4-2 كسب الاتحاد السكندري 4-1 النهاردة فده للتوصيق النهاردة الربعيات يعني بصراحة كان رقم مهم جدا الناس تكون عارفة لنا نحن نوسك الربعيات دي للنادي الأهل 190 إن شاء الله نوصل لـ 200 ربعية في التاريخ بإذن الله قريب بإذن الله يا مساهد يا رب يا عالي إن شاء الله مع كولر والأداء الضغط العالي والكرة الهجومية دي إن شاء الله نوصل بإذن الله لربعيات كثيرة بإذن الله سوز عبد الحكيم مكسب مباريات النهاردة وتصريحات كولر بعض المباراة إن الأهل بيأخذ مباراة يعني كل 48 ساعة ونو بيحاول إراحة بعض النجوم زي علي معلوله برسيتا أهم شيء في مكسب بمبارات النهاردة إن أنت بتعدي 4-9 جدا ما بين الحد الفاينل خد بالك مش أي فرقة تقدر تلعب تلاتة حتى الآن أنا بتكلم على أنك تعدل 4 مبارات مش أي فرقة تقدر تلعب تحت ضغط لأن شاء الله ما بين أي لعب أمنيت حياته إن يلعب نهائي أهم بطولة قرية على مستوى الأندية فتركيزه مهما أن قلت له أنت لعب محترف وبتلعب على أنك بتاخد مباراة مباراة هيفضل تركيزه في نهاية دور الأبطال هيفضل حتى هو خاف من الإصابة خاف من أي حاجة تركيزه في نهاية دورة لأنه ده بالنسبة له يدخل تاريخ فلما تيجي تلعب فريق زي النادي الأهلي بلعبته إن يلعب أربع مباريات استعداداً لأنه هيلعب بعدها كان هيدور الأبطال فالضغط ده يعني أي فرقة لازم يحتز أي فرقة ممكن يفقد نقاط لكن النادي الأهلي أتخطى ثلاث مباراة وإن شاء الله المباراة بإكسافها النهاردة الميستر كولر بيدخل محمد مجد أفشا رغم كل الشائعات اللي أحاطت به للماضيها كريستو موجود كريم فؤاد موجود أنا هنا ما بتكلمش على أداء الفني الدكتور رحمد تتكلم علينا بكلمك بقى في مكاسب بره بره إطار الثلاث نقاط وإنك أنت بتعدي بكلمك في أن أنت بترد عملياً على أرض الواقع في كل الشائعات اللي ضربت الفريق أو اللي حاطت بالفريق الأيام الأخيرة كريستو موجود محمد ضو كريستو كريم فؤاد عمر كمال عبد الواحد بيشارك كمان بتريح بيرستاو بتريح على معلول بتشتغل على جزئية أن أنت تكسب بمباراة عشان تتقدم خطوة جديدة ناحية جدوى المسابقة لو لعبت المواجلات داعتك وهنروح لجزئية المواجلات لأن برضو بتلاقي ناس كتيرة بتسوف في الموضوع وبتتكلم كلام غير صحيح فالنهارده مكاسب مباراة مش قصة تتوقف عن ثلاث نقاط بس وأن أنت فوس كبير أربعة واحد ولا أن أنت حققت أهداف أن أنت كان الفريق بيلعب بشكل كويس جداً وجربت لعبها كتير لا للمكاسب مباراة أكبر بكتير جداً من الثلاث نقاط اللي لقى لحققها النهارده أنا شايف أن أنت ابتديت وده اللي كنا بنتكلم فيه لما الناس كانوا بتقولك أنتوا بتدفعوا عن الفريق لما خسر من الزمالك وخسر اتنين واحد قلنا يا جماعة الأهل عنده فريق كامل مصاب لما يرجع الفريق عشر لعبين أو حداشر لعب بعد كده بأتتكلم وتحاسب مفيش فريق بيتحمل اللي يغيب منه عشر لعبين أو حداشر لعب وتيجي تحاسبه النهارده النادي الأهل بيلعب حتى مع غياب أن أنت ريحت بس أنت اللي مريح اختيارياً بص الأداء وبص المستوى أنت ممكن لو لا بتوزع الجهة بتاعك كنت ممكن تكسب سكور أكتر من أربعة النهارده لأن أنت كذبان شط أول ثلاثة كنت ممكن شط تان لو بنفس الموضوع بس أنت حساسية اللعيبة وبتخليك أن أنت برضو المطش لما الاتحاد جاء بجون تهيب تشد خليتها بيتها أربعة واحدة أنا شايف أن مكاسب المباراة مش قصة الثلاث نقط بالعكس أنت تطمنت على كل لعبتك وكمان خرقت نتمنى أن يكون يعني حسب التوصيف الطب برامة ربيعة تكون الإصابة خفيفة إن شاء الله خرقت بكل المكاسب حتى بما فيها سلامة اللعبين طيب أيضاً أسمع منك يا دكتور أحمد أبرز مكاسب المباراة ونحلل الأربعة تجمعها طيب أول حاجة طبعاً ده الفوز الثالث على التوارير النادي الأهلي زي ما السوز عبدالحكيم كده قال إن احنا عندنا أربع مباراة قبل النهاية الأفريكي الأربع مباراة دول مهم أن أنت تاخدهم لأن النادي الأهلي السنة دي بيواجه التحكيم المنافس الحقيقي للنادي الأهلي على الدور السنة دي هو التحكيم حرفياً والتحيئة الإعلامية الفوز فاريه معينه بالدورة برضه فيه تحيئة إعلامية مش التحكيم بس التهيئة الإعلامية نادي تاني هياخد الدوري فدي برضه فأنت النهاردة التحكيم نادي ثالث نادي ثالث نادي ثالث النهاردة فعلاً التحكيم بيحطك تحت ضغط ممكن بنشوف أخطاء تحكمية كتير هنتكلم عليها في جزء التحكيم بتقدم هدايا الأندية ممكن تحطك أنت تحت ضغط خاصة أن الموسم ده صعب جداً أصعب من أصعب المواسم زي الموسم اللي كان قبل اللي فات ليه؟ عندك ضغط مطشط كبير وبعدين نحن ندخلين كمان على فترة أولمبيات الأولمبيات ديت هياخد منك لعيبة يعني ممكن ياخد إمام عشور ممكن ياخد محمد عبد المنعم فأنت هتلعب بدون اللعبة دي فغير ضغط المطشط غير أن الكابتن حسام حسن طبعاً موجود فبيحتاج وقت قبل كل فترة بياخد أسبوع راحة وبعدين يأجل مطشط للأهلي والناس تقعد تقولك بيأجل النادي الأهلي بيتأجله مطشط أو على فكرة الفرق دلوقتي ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجدول مطش واحد بس مطش واحد يعني كل الكلام اللي كنا بنسمعه في خلال التلات شهور ده كان أي كلام يعني فعلاً كان أي كلام من الناس كنت طعاً تقول الأهلي بس دي أنا جات على دي الناس كلها بتقول عن بلها تدرأ بقولك تخيل تخيل إن في مزيع بتكلم مع اتنين ضيوف معاه بيقول لهم فيما يخص موضوع حسين الشحات والشيبي قال له لا يعني لمجرد إن هو عايز يدافع عن نشيبي لازم يروح للقضاء المدني ضد حسين الشحات وخلاص فهم بيقول له إيه بيقول له طب اتنين لقعبة دخلوا مسكوا لبعض مطوى في الملعب والله ما تتحكش يا ابني والله دي الحقيقة والله دي الحقيقة تفاكريني بهزر ده أنا فاهم ما شفته قال له كده قال له اتنين مسكين لبعض مطوى وافرد واحد درب واحد بمطوى في الملعب مش هيا يروح يعمل له ايه يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة هزلية في تواجد البعض والوصول بمخيلات البعض إلى درجات لمجرد إن انت تقف بجانب حد ضد حد وخلاص عشان انتماءات معينة فاللي انت بتقوله ده على فكرة يا كابتن الموضوع معني شاطع كلام دكتور بس عشان ما نفتع عن حتة دي القصة مش وقف عند لحدك قلته ده انت النهار ده مبارح بيتكلم لك يقولك ان يجب عرض محمد الشناوي على طبيب نفسي ومحمد الشناوي رافض ان يقعد دكة لمصطفى شبير انت عارف معنى الجملة من حجيلك في النقطة دي تحديدا وحتكلم عنه لانه الكلام ده انا محتاج ان انا مش محتاج انا عايز اتكلم فيه ولازم يصل من صحفي صحفي كبير زي حضرتك او محلل كبير زي دكتور احمد ثابت في القناة الاهلي لازم يتكلموا في هذا الامر ومع كل الناس الحقيقة يعني احنا سايبين الناس تطلع هنا وهنا وهنا وتتكلم في كل مكان ليه علشان تقدروا تنقلوا الحقيقة من وجهة النظر الحقيقية يعني هل في حد يقدر ينكر ان كل اندية العالم عندها مشاكل داخلية ولكن كيفية ادارة المشاكل الداخلية من خلال مدير كورا من خلال مدير فني من خلال مجموعة لعبين محترمة من خلال مشرف على الكورا انا بتكلم هنا على سيستم النادي الاهلي فكيفية ولكن هو انا اقدر اطلع اقول ان في مفيش مشاكل في فريق الكورا في الاهلي ده انا يعني ده الناس تتحكي علي مستحيل طبعا ده منظومة في خمسين فرق كان اي بيت في مشاكل اي بيت اي اسرة في اي بيت في مشاكل مش هيبقى في فريق يا راجل ده يعني ده احنا كان فاضل نقول لمحمد صلاح وكلوب نجيب لكم اتنين لمون اتنين لمون دول يعني علامة على الحب ده بقول لك بص ميسكوا ببعض ازاي ده احنا الانفرادات وصلت دلوقت ان بنعرف الحديث اللي درما بين كلوب ومحمد صلاح على الخط احنا دلوقت الانفرادات بتاعتنا تخطط الانفرادات المحلية بنقافشة جامعة متعلقات وساب النادي ومشي وصلنا دلوقت ان احنا بنقول ان انفراد التفاصيل ما درما بين كلوب محمد صلاح الحب توصل لمرحلة بصلاح عرف المشكلة في ايه المشكلة ان الاخبار دي من كتر ما بتتردد ممكن الناس تصدقها يعني ممكن اه ما هو ده عشان كده انا بطلع اقولها يعني كل يوم اسمع عمد حكيم ابو عالم طلع يقولها في القناة الفلانية واحمد سابت طلع يقولها في القناة الفلانية فانا كمستمع بعمل ايه اه تصدق ده ممكن يكون فيه ده افشا ماشي كنت كابتن نادي الاهل ومنتخب مصر مش طبيعا ان انت لو المدرب ما يلعبكش مش هتبعمل دايه انا بقولك ايه انا لسه كنت بقول هذا الكلام في الانترو بقول يا جماعة انا من نوعية الناس اللي لو فيه لعيب المدرب بيحطه كل موتش احتياطي وهو قعد ما بيعملش حاجة كده ده انا بالنسبالي لا يصلح للعب مش في النادي الاهلي فاصغر نادي في الدنيا فده دي الفكرة لكن فيه يا جماعة وفيه فرقة من غير مشاكل وفيه بيت من غير مشاكل احنا هنهزر محدش يضحك عليكم ويقول لكم هذا الكلام ولكن زي ما بيقول لحضراتكم دائما كيفية ادارة المشاكل فانت انت بتكسب في الفترة دي بتحول ان انت الاداء كمان بيهدي الدنيا بيهدي الفرقة بيديك شخصية بيديك ان انت الفوز بيجي فوز يعني انت ما كسبت ماتش بيجيبت تاني في التالت في الرابع غير ان ان انت ان شاء الله نكسب بازن الله بلدية المحلة كمان عشان تبقى اعملت اربعة فوز امنت نوعا ما بتبدأ تستعيد بقى ان انت تخش في المنافسة مع بيرامدز عشان تركز في مباراة الترجل يعني دي حاجة مهمة خلاص انا اعتقد بعد يوم السبت السبت بالليل كله هيضع الدوري جانبا وكلنا هنقف خلف فريقنا ان شاء الله للمباراة النهائية ابرز المكاسة بالنهاردة اللي بشوفها انا شايف عمر كمال عبدالواحد ده لعيب كبير اوي لعيب عنده شخصية وبيلعب في اكتر من مكان يعني المحلق المباراة كان عمال يقول في الاول كان يقول لك ايه ما عندهش حلول فعمر كمال رد عليه ده ما عندهش حلول ده بيلعب ده باكي مين وبيلعب باكليفت في مواتش زي ده يعني نجيب الاهداف حتى بص صحتك في الرتم النادي الاهلي بقى بيفرد احلى حاجة في المارسل كولر مع النادي الاهلي الرتم الرتم السريع والضغط العالي مش اي فرقة يعني اتحاد السكنداري في اول نص ساعة ما قدرش يستحمل ليه؟ الرتم اللي فرضه النادي الاهلي والضغط اللي عامله النادي الاهلي ضغط ممتع بص هنا البداية بص هنا عمر كمال ده الجون التالت ده لأ هات الاهان جون حلو اوي نجيب طبعا ده احلى جون ده عمر كمال واحد من الحلول يعني الناس كانت تقول لك ما عندهش لأ عنده حلول بيديك حلول ده عمر كمال ده اكتر لعيب في مصر عنده حلول ليه؟ لان هو بيلعب زهير ايمن زهير ايصر بيلعب جناح وممكن يلعب في وسط الملعب ثالث اه لعيبها مزبور بيشوت بص بص الداخل هنا لعيب متوقعين كباكليفت حقيقة تعلقة ده بيخشه بيشوت من المسافة بعيدة وفي المقص هو جابها قبل كده مع فيوتشر اللي تابعه مع فيوتشر جاب أهداف كتير جدا حتى في الدورة ده بس هو النهاردة كشفوا نقطة ضعف عند مهد اسليمان جمده جدا الناحية اليمين اليمين بتاعه اشتغلوا عليها في التحليل جميل جدا وقالك ان عنده نقطة ضعف واضحة جدا في الناحية الهربعة هداف كلهم على ناحية واحدة ناحية اليمين تعقيت مهد اسليمان وكان فيه خمس تزداد تانين كان على نفس الناحية بالظبط يعني كان واضح ان فيه تعليمات صريحة على الناحية واضح أن فيه تحليل للنقطة دي لو جبنا كمان الجون الأول بص الجون الأول بقى إمام عشور وأنا بحب السلاسي قوي في الفترة دي بصراحة لما بطمن لما بشوف التلاتة دول في وسط الملعب طبعا اللعبة كلها ممتازة ولكن التلاتة دول تحديدا بص هنا إمام عشور وإحسن الشحات وعمر كمال الجابها دي كان قويه قوي قوي عاملين جابها سلاسي المسلس اللي هو نحية الشمال ده بمقربين من بعض بيتحركوا بدون كورة وبعدين فيه تفاهم ممتاز ما بين إمام وبين الشحات هنا أمام لعبها طولية بص عمر كمال قطع لجوه طبعا ضرب الجزاء واضح هنا هشام صلاح الباكرايت دخل عرقلة واضحة جدا الحقيقة حسبها هنا بقى التزديد هنا في ضربات الجزاء فيه أنواع من التزديد اللي هي بتبقى جنب العرضة أو في المقص دي بيسموها زوايا من الصعب أن هي تتصدى أصلا وسام أبو علي واحد من اللعيبة يعني لو قررت كذا مرة ما فيش حارس يقدر يصدها لي لأنها في المقص فدي واحدة برضو من المكاسب النهاردة أنت مهاجم ممتاز وسام أبو علي ده بصراحة مكسب كبير قوي في النادي الأهلي بعمل لك عمك هجومي عجبني في كولر كمان إن هو بيقسم المتش بيدي كل لعيب فترة معينة هات الجون التاني شوف التحرك في الدايتو لوسام أبو علي الجون اللي هو لعيبها لردى سليم بص التحرك وسام أبو علي يا جماعة لا هاتها من الأول ارجع شوية ارجع أيوة وقف هنا بص بص هنا هنا ووسام جاي منين جاي من وراء المدافع عشان يفضل مساحة في دار المدافع المدافع بيفكر تفكيري ننزل معاه ولا سيبه للي هو سليف مورو اللي هو في وسط الملعب ارجع معلش سواني ارجع حتى بس من الأول هنا شوف تفكير المساك معاه هل هنزل أخذ ذلك ومرضو سرق المدافع كمان بص الاستلامة على فكرة في ماتش الإسماعيلي لو نعرف نجيب الجون اللي هو الجون الأولاني اللي هو الماتش الأولاني بتاع الجونة سوري الماتش اللي فات الماتش الجونة التزديدة بتاعت امام عشور هتلاقي نفس الاستلامة اللي عملها برضو وسام أبو علي وسام أبو علي يا جماعة بيستلم بظهره كويس جدا واحد من أحسن المهاجمين اللي بتستلم تحت ضغط بشكل كويس ارجع بقى هات التزديدة الجميلة او بتاعت ريدا سليم دي فعلا يعني النهاردة ريدا سليم بيقدم حلول ريدا سليم من اللعيبة اللي كانت محتاجة ثقة في الفترة الأخيرة اه في الماتشين الأخار قعد جزء كبير جدا من مستوى واحنا محتاجينه جدا في ماتش الترجي بص هنا التثبيتة ده ثبت المدافع والحارس والركنة الحلوة جدا بالشمال رغم ان هو ايمن هنا الاثنين المحترفين النادي الاهلي جايبهم سواء ويسام سواء ريدا سليم بيتقلقهم واحنا محتاجين واحد زيار بس انا بحس ان ريدا سليم في اليمين بيتقلق هو نحياته اللعفة الجيش الملك اليمين بس هو كان بيلعب برضو مرس الكوروك كان بيحطه شمال ساعات بس لما بدأ يلعب في اليمين تأس انه هو انا بس اعيز اوضح لك نقطة في مخص ريدا سليم الاصابة بتاعت نوعية ريدا سليم يا كابتن اسلام متحدات اللعب كوروكبير بتخلي فيه بعض اللعبة اذا ما ترجعب عندها فوبي اخوف ان مثلا يقع على كتفه يقع على كتفه ممكن تحصله خصا من غاب فضل طول انا سيقول لك زي امام برضو نفس الفكرة بس يعني فيه ناس جاءت لها مثلا رباط صليبي زي احمد فتح زمان قعد 14 ورجع وفيه ناس جاءت لها رباط صليبي ممكن تقعد سنة صح فهي نوعية اللعبة والتكوين العضل بتاعه وحاجات زي كده فيه لعبة زي امام عشور قعد شهر وسبوع لصابة محمد الشناو دي لو واحد جيره ممكن يقعد 6 شوق فهي تكوين العضل اللعب معين بتبقى وكمان درجة الاصابة بتاعت ريدا سليم كانت تهشم كامل في عظمة الترقوة ما كانتش كسر زي امام عشور بس واسام كمان يعني فيه فرق في الشخصيات برضو فيه لعيب ممكن اول ما يجي من نادي الاهلي تلاقيه يدخل زي واسام أبو علي واسام أبو علي ماحتاجش وقت ريدا سليم من النوعيات اللي هي محتاجة اه محتاجة وقتش وقت حتى مع الوقت طول ما هو بيجيب جوان وبيعمل أسستات هتلاقيه بالطور اكتر لان ريدا سليم لسه صغير فمع الوقت مع المطشاط هتلاقيه مستوى بيزيد يمكن احنا حتى لو جبنا ارقام رجل المباراة عمر كامال عبدالواحد معنا الصورة حلا ان هو لعب تسعين دقيقة هو اخد رجل المباراة لي احرص جون حصل على راكل الجزاء لمس الكرة 64 مرة دكت تمريراته 82% عمل مروغة وليه محاولة اللي هي جات جون وعمل عرضيتين ده برضو عدد بالنسبة للعرضيات قليل ليه؟ لان هو ستايله هو يخش الجوه لانه بلعب باكليفت برجله اليمين فكان دايما يخش الجوه ويشوت عكس مثلا لو انت بتلعب باكليف لانه بتلعب على عددتك وانا برضو بتمنى ان كريم الدبيس برضو يخش في الصورة بصراحة كريم الدبيس مع عمر كامال مع علي معلول يخش ليه؟ لان احنا محتاجين لان انت عندك مرشات كتير انا الحقيقة اكثر رقم شايفه 82% دقة التمرير اعتقد ان ده رقم مهم جدا طبعا لعيب بصراحة مكسب كبير جدا ولعيب عنده حلول شخصية كمان شخصية النادي الاهلي برضو خد بالك ان فيه لعيبة نفس الكلام اللي ينطبق على وسامة ابو علي ان فيه لعيب يدخل يبقى موجود عندك شخصيته لعب منتخب لعب منتخب ده اللي ده بيفرض عليك ان الشخصية بتاعته بتساعده لو جبنا ارقام وسامة ابو علي برضو هنلاقي وسامة ابو علي وردا صليم معنا هنلاقي وسامة ابو علي مثلا احرص جون وصنع جون في كام في 61 دقيقة وهنا الشطارة من كولر ان هو لو تلاحظ ان هو بيدي له 60 دقيقة بيدي الامام برضو 60 دقيقة بيحاول ان هو يخلص المتش في الشط الاول دايما زي ما بيعمل او اول 60 دقيقة يحاول يخلص المتش ويريح اللعيبة وسام فيه رقم مميز او ان هو كسب 3 التحامات هواية من 5 ده من الاكتر الارقام طبعا احرص هدف صنع هدف لمس الكرة 18 مرة الدور الدفاع بتاعه شتت الكرة 3 مرات صنع فرصة هات ريدو سليم برضو عشان ارقامه معنا هتلاقي ريدو سليم برضو من اللعيبة اللي هي جابت جون عمل محاولتين على المرمة منهم محاولة صح لمس الكرة 41 مرة صنع فرصتين فاس بالتحامات سنعية 5 من 8 والدور الدفاع بتاعه فريدو سليم بيتطور حتى التاكلينج الصحي 3 العرضيات 2 لاب 84 دي النهاردة هو اداله اكتر عشان بيريح برستاو ودي واحد من اهم المكاسب النهاردة راحت معلوله بتراح برستاو مع ان ان انت بتكسب ريدو سليم بتكسب واحد زي وصامة ابو عالي بتديله 61 دقيقة ويسجل تنزل الكهرباء وياخدوا السقة ويسجل دي برضو مكسب مهم جدا الناحية التانية حسين الشحاية بدأ يستعيد جزء كبير بعد ما كان القناع والاصابة اللي كان لابسه للقناع كان مؤثر عليه شوية بدأ يستعيد جزء كبير من المستوى بتكسب واحد زي عمر كمال نحية الشمال هايل المساكين النهاردة بترايح منعم في اخر المتش ففي مكاسب كتير برضو معنا ارقام امام عشور اللي هو واحد بشوفه بصراحة احسن لعيف في مصر حاليا اهم حاجة الاستمرارية ده بلا منازع بس اهم حاجة الاستمرارية هو احسن لعيف في مصر بس اهم حاجة الاستمرارية الاستمرارية يعني لازم يفضل موسم واثنين وثلاثة ان شاء الله امام واحد من اللعبة الكبيرة ارقامه معنا واحد لعب 61 دقيقة لمسوا الكرة 42 مرة صنع فرصتين وعمل خمس تمريرات طولية ده برضو من الارقام المميزة رغم ان هو اللعب 61 دقيقة بس زيه زيه وسامة ابو عالم عمل محاولة على الجون وتاكل انجزحية فانت النهاردة برضو امام عودته في الفترة الاخيرة بتفرق كتير في وسط ملعب النادي الاهل طيب برضو احنا بنتكلم في هذه الامور هناك بعض الاخبار او شائعات بتتكلم عن خناء ما بين محمد مجدي افشا و كولر ايضا بعض الاعلامين تحدثوا عن محمد الشناوي يعني عايزك تقول لي كل معلوماتك الدقيقة والصحيحة في هذا انا هقول لك معلومات اه في القمر ده مش هتكلم عن وجهة نظر اولا محمد الشناوي من العيب على انك كلنا بدون السيسنة مش كانك صحفي او اي حد يعرف تاريخ محمد الشناوي من العيب انك تقول على محمد الشناوي انه مش عايز يقعد احتياطي ده معناه الدعاء الاصابة من العيب انك تقول على محمد الشناوي ان لازم يتم عرضه على طبيب نفسي اللي هقول لك علينا هقول لك معلومات محمد الشناو عايز يلعب محمد الشناو عايز يلعب بس محمد الشناو مش عارف طبيعة الإصابة عارف طبيعة الإصابة طبعاً لعنده محمد الشناو لما رجع ودي بتحصل مع أي حد كالمصاب في الكتف بدانين بيرجع مش قوله ما بيرجع لازم بتجيله إصابة عضلية حصل له إجهاد في عضرة السمان غاب أربع تيام ورجع التمرينة واحدة بس قبل المطش تدريبت المستبعدين كمان وتمرنا التمرينة مبارح فبالتالي من الصعب جداً من يتواجد في المباراة اللي هي بتاعة النهاردة طيب هتقول له مطش بلدية المحل أنا هنا بقى مش معلومة هنا أنا لو أنا ودي نصح فيه مش هلعب مطش بلدية المحل ليه؟ أرضية ملعب المحل أرضية صلبة جداً وده واحد رجع من إصابة كتف فأنا أنا لو رأيي أنا ملعبش مطش بلدية المحل لأنه صعب جداً رجع ده لو نزل على كتفه فالأرضية الصربة دي كذا لكن تيجي تقول له محمد الشناو عامل مشكلة؟ طيب بالعقل والمنطقة لو محمد الشناو عامل مشكلة إزاي كان موجود وهو اللي بيتكلم مع اللعيبة والنهاردة تواصل مع اللعيبة ودي معلومة في المعسكر وتكلم معهم على مباراة للتحدي دي مش فيها سهلة للتحدي دي رابع دورة أو بيات خامس من ضمن الأنديل اللي عايزة تلعب عندها طموح إنها تلعب كونفدرالية للتحدي النهاردة لو لقدر الله كان كسب كان هو الطرف اللي هو أكتر من الخناءة بتاعت إنبو المصر اللي شغالين فيها دلوقتي كان هو بقى يخلي إنبو المصر على جام وأنا اللي عايزة ألعب كونفدرالية لأن فيه خناءة دلوقتي دايرة وده فيه حالة وكل واحد نطلع بيان دلوقتي أنا وصلنا للمرحلة من الهز إن دلوقتي كل نادي بيقولك أنا اللي ألعب يعني ما تعرفهش إزاي فكان النهاردة الاتحاد لو كان كسب كان خلص الموضوع فالاتحاد عنده طموح فالنهاردة جابت محمد الشناء هو اللي تواصل مع اللعبة في المحسقة طب هو لو رجل زعلان أو مخنوق أو حاجة زي كده هيتواصل مع اللعبة ليه محمد ماجد أفشا محمد ماجد أفشا طبعا زعل إنه ما بلعبش ومطش بزينبو بلعبش أساسي وده الشيء طبيعي جدا لعرف جدا لكن هل هناك تجاوز هو ده الموضوع لو في تجاوز واحد بنوعية مرس الكولر كان حطه النهاردة في القائمة مستحيل واحد يقطع علامي يقول لك والله هو أنا آسف يعني لما نقوله الكلام دا يقول لك إن محمد ماجد أفشا جامعة متعلقات ومش من النادي طيب لو حضرتك بتتكلم يعني خاطب دلوقت الجامهر ما بقش الثمانات والتسعنات يا كابتن إسلام الناس دلوقت السورش يلمده بتاعرف تسارش وتاعرف تعمل سيرش ما بيش زمن الثمانات والتسعنات إنه بكتب لك موضوع أنت بتعرضه كمتلقي ما عندكش أعدات سيرش ولا أي دلات حق من الموضوع لما تيجي تخاطب واحد تقول له خدمة متعلقة ومش طيب فيه فترة الانتقالات إحنا الدورة عندنا السنة دي ممكن يخلص في شهر عشر فمحمد ماجد أفشا هيمشي دلوقت وهيسيب النادي وإحنا في شهر الخامس هيا قد خمس شهور في بيتهم هيا قد خمس شهور في بيتهم يعني حتى لغة العقل لما تيجي تخاطب ناس خطبهم بالعقل طيب تيجي تكلم أنا أعد خمس شهور في بيت أعمل إيه طيب هل واحد زي محمد ماجد أفشا لما ياخد حكته يمشي هيتعاقب بقدي إيه وهو ده النادي الأهلي مؤسسة وبعكده يقول لك أصد حسين الشحات مش عارب مين طيب يا جماعة هو فيه توقيت معين إن أنا أوجه شائعات للنادي الأهلي في هذا التوقيت إنه المفروض أنا النادي المصر الوحيد اللي بوصل للمرة الخمسة على التوالي لنهاي دورة أبطال أفريقيا للمرة السابعة في آخر 8 سنين هو ده يعني أنا دلوقتي بتضغط لمباريات وبقول ماشي ما عندهش مشكلة لدرجة إن أنا مثلا بتضلع ناس تقول لك الحقيقة كنتم قلت لها دكتور سابت إن الأهل موجرات مبارات كتير جدا طيب الفرق بين الأهل والزمالك مباراة الأهل اللعب كان بطولة زيادة عن الزمالك اثنين اثنين هي لعب كث اثنين تلاتة لعب ثلاث بطولات زيادة عن الزمالك كاس السوبر المصري للأبطال دي بطولة ما بقتش مطش كاس العالم للأندية الدور الأفريقي لو خد النقطة الرابعة دورة أبطال أفاقية دور المجموعات الزمالك لعب مباريات منه ملعبش غير مباراة بره الأرض في الست مباريات احنا لعبنا ثلاث مباريات بره ملعبنا الكلام ده يتحاسب على فكرة انت بما بيتسافر بطيارة الله طبعا الدورة فدلوقت احنا وصلنا لمرحلة انت بتخطب أقسم بالله الجمهور بيفهم أكتر من 80-90% من الناس اللي بتتكلم أنا بقول بمنتهى الأمانة يعني الجمهور لا أهلا لو انت تفتكر انت بتوديل المعلومة عشان يروحوا يقول لك إيه الدنيا يا بايزة في فري طب النهاردة جمهور ده حتى لو كان عدد أوليك كان موجود في الأستاذ هتفوا الخالد بيبو هتفوا المرسي الكولر هتفوا اللعب فرد فرد بما فيه محمد مجد أفشا اللي انت عايز تطلعه متمرد بما فيه عمر السوريال اللي ما كانتش موجود في الملعب أسطل الجمهور دلوقتي يا جماعة لما انت بتطلع عشان الكلام لازم تفهم ما بقيش الجمهور التمنات والتسعنات اللي انت بتوجه له محمد الشناوي يعني محمد الشناوي طول تاريخه ده كله ما تدعي يا راكده كان بيلعب ومصاب هيجي دلوقتي دلوقتي وهو بقى كابتن فريق يعمل لك انهم صاب يعني يدعي لإصابة عشان ما يلعبش يعني حتى لو ما تخاطب خاطب لغة العقل انا هنا بقول لك على معلومة بس يقول لك بالمنطق وبالعقل محمد الشناوي مستحيل يعمل الكلام ده انا معاك في كل هذا الكلام وعلى فكرة هذا الكلام الكابتن انا مش بقوله على الاهل بس يعني انا نفس برضه بس هما كده كده ما بتعمش مع الزمالك الكلام ده يعني حتى لو الزمالك عنده حاجة بخلص نهاية الكونفدرالية يعني خليك وراه نفس المنطقة على الاهلي خلينا على الزمالك برضه رغمان هي بطولة يعني ما فيهاش فرقة والامور فيها سهلة والدنيا ماشية بس مش مشكلة برضه خليك وراه لكن انت موجه كل سهامك كل سهامك ده واحد طلع اهدر العسقلان طب ومن قالك اللي هل تفوض مع اهدر العسقلان يعني هو محبش اتكلم عن لغة الكباري طب وهو مين اللي تكلم مع اهدر العسقلان فيه مسؤول رسمي في الاهلي تكلم صراحة او تلميح انا بقى مش معك في النقطة دي عارف ليه لانه انا على فكرة والله العظيم تلاتة لما عندي معلومة في القصة دي ولا اعرف عنها اي حاجة ولكن النادي الاهلي يتفاوض مع اي حد هو عايزه مضبوط طالما عنده او عقده يسمع جوه مصر او بره مصر طالما عقده يسمع من حقه نوعه تقول لي كبري سيبك من كلام اللي لا انا هنا بتكلمك صحف يا كابت انستام مش انت انا انا بتكلمك على اللي بيقول هذا الكلام ما هو انت عايز تعمل فتنة انا لو انا بالزبط انا لو فتنة ايه لا اخلاص مفيش حاجة اسمها كده النادي الاهلي خد لعيبة من النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي لعيبة كتيرة جدا راحت من الاهلي للاسماعيلي مباشرة وبالتالي انت بتتكلم في دلوقتي في وقت او احنا الوقت اللي احنا عايشين في ده وقت احترافي بمعنى ان خلاص اللي عايز يروح يروح مفيش حاجة اسمها كبري ولا ما كبريش انا من حقي كنادي اهلي اتفاوض مع اي لاعب في العالم في العالم جوه مصر برا مصر تركيا في حتة هنا في حتة هنا ما عنديش مشكلة طالما عقده يسمح وطالما النادي بتاعه يسمح لي طالما هو التوقيت ده المناسب ده لنا انا بربط حت التوقيت طبعا لا بس برضو انا دايما مش معا ان يتقلقص لكبري لا ما عنديش مشكلة في هذه الامور فيش حاجة اسمها كبري اساسا فيش حاجة يلي قالك يا راجل انا الحمد لله يعني انا لسه عايش ما متش وليقول لك ده اسلام طلع السعودية اتفق مع مش عارف مين عشان يروحوا فين انا انا بسمع الكلام ده وانا قاعد كده وولادي قاعدين يقولولي انت اقولهم يا ولاد ده انا الكلام ده انا اول مرة اسمعه والله قالهم اللي بيقولوا كده ليه فهي بتوصل لمراحل الكتبة ويجذبها فيه مهندس اسمه عفيفي بيقولك ايه مرة او مش مرة هو كل ما بيطلع يتكلم على القصة بتاعتنا والاهل والزمالك يقولك اسلام فتح الاتحاد الكورة يوم الجمعة ساعة 12 الده واقسم بالله هذا الكلام كد بيين والله العظيم تلاتة والله العظيم تلاتة كد بيين ما حصلش لم يحدث اللي حصل ان انا كنت في اتحاد الكورة يوم الخميس ساعة 12 ظهرا والشيء كان في ايديه وده كده كل اللي بيتقال في هذا الامر كد بيين وتدليس واضح ولكن هتطلع تقولي ترد على مين ما هو ده كانت نستمع علش دي اكذب بتتأكد وخلي بالك ده الناس كلها تقولك ايه دلوقتي لما بقرأ الايام في الاوقات التبعية على السوشيال ميديا يقولك ايه فاكرين قضية اسلام الشطر لما فتحتوله الاتحاد الكورة في عز الاجازة ويوم الجمعة واقسم وبالله العلي العظيم ان هذا الكلام كلام كذب وعمره ما حصل طيب شو محددك بقى لك كم سنة والكلام ده ده انا ايه 20 سنة اصده في حتة ايه ان لازم الاعلام المصري يساعد النادي الاهلي في الفترة دي ده لنا معصودة تعرف انا عايز مساعدة اعلام انا معاك لكن تعرف انا عايز مساعدة الاعلام المصري ازاي خلال الفترة اللي جاية ما اعملش مشاكل انتقد اداء ما عنديش مشكلة لا خلاص انتقد اتكلم فني اتكلم فني طبعا لكن واحد يطلع يقولك ايه اسلكولر ده مفلس فنيا طيب انا كراجل اعب اتفرج عليك لما انت تقول هذا الكلام هل من المفترض ان انا صدقك هل من المفترض ان انا اقول ان انت شخص عقل وانت بتتكلم عن لكن ممكن تعمل ايه بقى عايز تطلع احمد ثابت ما عندوش فكرة هعمل ايه بص احمد ثابت كل اخباره اجيب له بقى الحاجات اللي بيعملها كل اخباره فيها غلطات ومضروبة ومعمولة ومش عارف ايه فالناس هاي اللي تقول مش انا اللي اقول عايز كولر مفلس بعدد البطولات اللي خدها دي هاتي عمك كم لقطة خسر كم ماتش خسر كم بطولة كم لقطة من الموجودين في ماتش النهاردة الماتشات الكبيرة عمل ايه هم عملوا يا كابتن اسلام فاطب عادة هو عمل ايه هم عمل ايه وهنافس احد اللي تقول نفس المنطقة بيع الكد بيع الكد ببرابع عليك بيع الكد من خلال واقع بص ما فيش واحد من جمهورها المزعان الخصارة من الزمالك اتنين واحد رغم ان انت وقت ما تعددت واحد واحد لو العشر داي اللي بعديهم ضيعت ثلاث فرص جت كنت خدت الماتش بس برغم كده بس برغم كده كان ناس عدد يقول لك خسر والدنيا واللي حصل والدنيا تقلبت على مرسل كولر اول امبارح زمالك خسر من سموح اول امبارح وانا مش هتكلم عن التحكيم دلوقت خليه لفقرته يقول لك لازم نرتمس العزر لجوزي جوميز ده على اساس ده كان مثلا واخد كس العالم وده مش واخد سبع بطولات في سنة نا هو كسب بطولة كسب الاهلي هاي دي بطولة دلوقتي هاي دي بجد والله دي بطولة هاي دي بطولة هاي دي بطولة زي كس الكرامة كده كسب بطولة هنعمل كاس اسمه كاس البيت الكبير للي يكسب النادي الاهلي طب خلاص ما البنك الاهلي ياخد كاس برده اللي عايز بقى اللي عايز ياخد كاسية مالله دي احنا وصلنا للمرحلة من الهاز عموما هنكمل كلامنا في كل هذه الأمور وكل الأمور الفنية لهذه المباراة ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخر أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين سابت أخبار للترج معنا كذا خبر للترج أول خبر معنا أنه قبل المونديال الترج يحلم بخوط بطولة الـ 28 مليون دولار ايه بطولة الـ 28 مليون دولار دي اللي هي الـ Intercontinental البطولة دي اسمها كاس Intercontinental دي لافيفة البطولة دي حيلعب فيها الفائز من الخبر دي يخص النادي الأهلي ويخص الترجي الكاسبان من النادي الأهلي والنادي الترجي في النهاية حيتأهل لكاس الـ Intercontinental اللي هي كاس العالم للأنديا اللي هي هتتلاقى كل سنة بطولة مصغرة من كاس عامل الأندية هتتلعب بنظام اللي هي بطولة واحدة يعني برضه عشان نشرحه للناس وهيبقى عبارة عن ثلاث مراحل بطل آسيا وبطل أفريقيا وبطل أوكيانوسيا يعني هيلعبوا زي تصفيات ما بينهم بص هتعمل قرع ما بين مثلا نفترض العين لكسب آسيا والأهلي إن شاء الله كسب دور أبطل أفريقيا هيتعمل قرع بين الاتنين اللي هيكسب القرع هيلعب بطل أوكيانوس اللي هيكسب من اللي هيخسر من القرع وده هيستنهم الأهل مثلا نفترض العين كسب في القرع العين لعب بطل أوكيانوس والأهلي يستنهم اللي يكسب من الاتنين دول اللي يروح ملعب العين اللي يكسب من المجموعة دي كلها يروح يلعب بطل أمريكا الجنوبية بطل أمريكا الجنوبية برضه بيلعب بطل كونكاكاف النحاة التانية يعني هي عبارة عن نصين نص في النادي البطل آسيا وبطل أفريقيا إن شاء الله اللي هو النادي الأهلي والعين الإماراتي وبطل أوكينوسيا والنص التاني في بطل أمريكا الجنوبية وبطل كونكاكاف هتبقى مباراة ومباراة وبعد كده الكاثبان يلعب في النهاية مع بطل دورة أوطال أوروبا واخد بالك المباراة دي مش دورة مجمعة كل سنة أرض محيدة يعني كل مطش مثلا إهل هيلاعب العين مثلا هتبقى على أرض محيدة مثلا يلعب ممكن يلعب في أوروبا هتبقى كل ماتش أرض محايدة مش هيبقى دورة مجمعة والكلام ده كله بس الماتش الأولاني الماتش الأولاني مش أرض محايدة الماتش الأولاني هيتلعب في ملعب يعني مثلا بطل آسيا بطل أفريقيا يعني ممكن لو القرعة قاعد النادي الأهلي مع بطل أكينوسيا هو اللي تظلم في الموضوع إن أول ماتش هيبقى مثلا ممكن في استاد الكاهيرا دي ده أول ماتش بعد كده اللي هي المباراة الثانية اللي هي مع بطل أمريكا الجنوبية هتبقى يوم 14 ديسمبر 20-24 جوايزها بقى المركز الأول البطل هياخد 6 مليون دولار الوصيف 5 مليون دولار المركز الثالث 4 مليون دولار المركز الرابع 3 مليون دولار فالنادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله لو أخد بطولة أفريقيا هيبقى عنده بطولة تانية كاس علم مصغر اللي هي اسمها الانتر كونتيننتل في شهر 12 الجاي وبعد كده كاس العامل الأندية في أمريكا في شهر 6 فده عشان كده الخبر كان منزلينه في الأخبار اللي بتخص الترجي الخبر الثاني على الترجي بتاع رودريجو رودريجو قال لك يشرفني اللعب في تونس هيجنسوه فيه اتجاه كبير إن المهاجم البرازيلي ده اللي هو طبعا متقلق في مراحل شعر أصفر ده لا هو لا هو التاني اللي هو الرأس الحربة ده سجل في أول 5 مطشاط في مرحلة البليقوف خمس أهداف ففيه اتجاه لسه فيه تفكير في الفترة دي إن هو يتم تجنيسه في المنتخب تونس عايز أقول لك بس مفرق على المهاجم ده يا كابتن إسلام طبعا المهاجم ده جه خضع للمعايشة فيه الترجي أكتر من شهر يعني كانوا تحت التجربة أكتر من شهر وبعد شهر كانوا فيه كلام نمكن ما يتعقدوش معاه فبعد كده خلاص قرروا أنهم يتعقدوا معاه بعد ما يتعقدوا معاه تقلق يعني هو قاعد فترة لحد ما دخل في الأجواء في تونس نفس القصة بتاعت أي مهاجم بيجي وقاعد فترة لحد ما سبت نفسه لكن في الأول قاعد شهر كامل محل اختبار عندهم في الترجي رياضي التونسي في الترجي في الموقع وين وين عمل مع حوار في الحوار الصحفي يعني قال لهم سألوه قالوله إيه رأيك في مواجهة النادي الأهلي في النهاي قال لهم يجب علينا الثقة بعملنا نحن نقدم موسم جيد للغاية سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا لذا سنواصل العمل لنقدم مباراة كبيرة يجب علينا اللعبة بلا خوف لأننا نعرف كودة فريقنا سنلعب من أجل الفوز وأن نصبح أبطال أفريقيا يمنحنا المدرب دايما السقة الكبيرة ويطلب تطبيق ما كمنا به بتدريبه خلال الأيام قبل المباراة وضد الأهلي لن يكون الأمر مختلفا إنه فريق منافس للغاية ويعرف كيف يلعب بشكل جيد في دوري أبطال أفريقيا ليس من العجب أنهم في النهاي للمرة الخامسة على التوالي نحن نعلم أنهم ليسوا في أفضل حالاتهم في الدوري المحلي ولكن هذا لا يعني شيئا لديهم اتنين من أفضل الهدفين في البطولة وهما حسين الشحات ومحمود كهربا لعبان جيدان جدا على مستوى الدوري المحلي والمنتخب الوطني ويمكنهم أن يحدثوا الفارق لصالح الأهلي اتكلم عن ميزة لعب ومباراة القياب لصالح الأهلي وقال حتى الآن في البطولة كمنا بخوض جميع مباراة القياب خارج ملعبنا أنهم لعبوا بيتعرضوا لنفس الموقف ده في النهاية يعني كان الأمر كذلك ضد أسيك وصنداونز وسيكون الأمر كذلك ضد الأهلي أعتقد أن الأهم أن نحصل على ميزة وهي نتيجة جيدة في مباراة الزهاب دي كانت تصريحات عندنا حكام مباراة حكام الفاينال نهاية دور الأبطال مباراة الزهاب اللي سيقام فيه الملعب اللونبي برادس يوم 18 الجزائري مصطفى غربال ويمكن في بعض من جمالنا ده اللي بتتفاعل بيه على السنوة كان حكم مباراة القضية بس كنا تمنى أن يكون مواجهة القياب يعني مش مواجهة الزهاب ومصطفى غربال هو حكم زهاب نهاية دور الأبطال اللي سيقام في الملعب اللونبي برادس ومعه المويتاني دحان بيدا في غرفة تقنية الفيديو مباراة القياب الكنغولي جان جوك ندالا ومعه لحو بن إبراهيم في غرفة تقنية الفيديو مباراة القياب لها تقام في القاهرة يوم 25 باستاذ القاهرة إن شاء الله الخبر الرابع اللي معنا نستعرض بس الأخبار الصورة هتلاقي فيه قرار مفاجئ من إدارة التراجي بشأن تجديد عقود نجوم الفريق القرار الخبر بيقول إن مسؤول التراجي أجله موضوع التأجيل بسبب عايزين ييافلوا على الفرقة تجديد اه تجديد عايزين ييافلوا على الفرقة بعد مطش النادي الأهلي ده طبيعي على فكرة اه وده لبس نظام الأهلي وبرضه قفلوا التصريحات الصحفية خالص بس هموا قفلوا على فكرة مش عشان هم هناك دي معلومة لي كنتاني عشان الإعلام اللي عندنا في مصر هنا كل شوية تليفون حد يتواصل مع حد هناك وعمل مداخلة فعملت زي ما تقول أزمة كده في الكلام هناك إنهم مثلا كانوا يعني لها هدف معينة فالناس زعلت من المداخلة اللي حصلت فرح قال لك نقف لأنهم عندهم مزاي عندنا هناك الأمور ناس بيتكلم بإيجابية بيتكلموا في الإطار الفن تمال حتى تقول لك الإطار الفن والتقني ما حدش بيتكلم في الأمور بقى أصلي مش عارف مين أصلي ما فيش الكلام ده عندهم برضو بس عندهم يعني لا مش هتلاوم قليلين جدا بس دي حاجة تبيني أن هم مركزين أولا جدا جدا طبعا يعني قفلين على الفرقة بشكل كويس قفلين التصرحات الألمية مركزين وحتى لو جبنا الترتيب هات الترتيب بتاع مرحلة البليوف هم خسروا آخر ماتش من الملعب من الصفاكسي خسروا من الصفاكسي بعد لأن روجير أجوله اللي هو كان لعيبي وسط الملعب اتوقف وكان أخذ طارد ففرق معهم نجيب بس الصورة اللي بعدها هنلاقي الترتيب هنلاقي ترتيب مجموعة التتويق في الدورة التنسي هنلاقي التراجي الرياضي اللي هو التراجي التنسي 14 نقطة تحتيه ده بعد 6 ماتشاط بعد مرور 6 ماتشاط طبعا كل فرقة بتلعب 10 ماتشاط لأنهم 6 فرق زهابوا إياب يعني بيبعوا 10 ماتشاط لغاية دلوقتي وصلوا لستة التراجي متصدر برصيدة 14 نقطة يليل ملعب التنسي 9 يليل اتحاد المنستيري وهنا فيه من نفسة قوية على المركز التاني اللي حيتأهل دورة أبطال أفريقيا السنة الجاية ما بين الملعب التنسي وما بين الاتحاد المنستيري والصفاكسي دخل في اللعبة والنجم وماتش النجم هيبقى برضه قوي ما بين النجم والتراجي اللي هو قبل النهائي ليه لأن النجم عايز يوصل للتاني عايز يلعب دورة أبطال أفريقيا فده برضه هيزود صعوبة الماتش قبل ما يجوا يقابلونا بعد كده النادي الأفريقي عنده 7 نقط فده يمكن ترتيب التراجي التنسي في الدورة حالية عايز يقول الكابتن سنة يمكن كل الناس عارف أن التراجي صعوبة يمكن يواجه صعوبة في البدايات في دورة أبطال أفريقيا حتى في دور المجموعات كانت تديني صعبة بالنسبة له صحيح أنه تأهل كمركز تاني في المجموع لكن ده مش مؤشر على لأن يمكن فيه كلمة كده تمالي شهيرة بينهولة احنا في أو نادي الأهلي يقولك أن فيه أندية في أفريقيا بتعرف تلعب النسخ من دور الأبطال دلوقات حاليا بقى تمكن فيه استنبات جاهزة في دورنا تتلاقي الأهلي الوداد صندوز الوداد الأهلي والترجو الوداد صندوز الاربع فرقة دول وممكن معاه مزين بشوية من بعيد بيعرفوا يلعاب البطولة دي ممكن يبدأ بشكل مش جيد بيعاني في دول المجموعات ولكن يستطيع أن يصلوا المباراة المجموعات لكن معه توصل لأدوار الإقصائية بتخطي تلاقي زي نادي أهلة نسخة اللي عدت لما الناس أعدت تقولك يا طهر الطهر يعني حتى يعني دي حتة في ورف الندية المفروض تتحسب له إنه لما بخارج من بطولة وارجع لها واخدها بيتدل على شخصية البطل أهم طبعا فالترجع عنده الحتة دي عند شخصية البطل اللي هو بدأ بشكل مش جيد في دول المجموعات لكن دلوقات وصل لي التوب لفل بتاعه اللي هو المستوى الأعلى بالنسبة ل اللي هو دلوقتي ما فيش حد يستهين حتى بالبداية بتاعته طيب هنكمل كلامنا وسنكمل بقى الكلام ما في بقية هذه الأمور ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين الكوزء الثالث وأزمة التحكيم نبدأ بمين خلينا نبدأ معنا بعد إذن الدكتور سيدس هيتكلم أرقام بتاعنا أقولك بس كلمدين أنا والله حزين على محمود البنى على وجه التحديد لأن واحد من اللي أنا كنت بشوفه هم واحد من أفضل الحكام اللي كانوا في الفضل على أقل على أقل في ست سبعة سنة الأخيرة أنا حزين على المستوى اللي وصله إن أنت توصل لمرحلة ما تروح شوالا أمم أفرق بقى كده تظهر بالمستوى اللي أنت ظهرت بيه في مطش سموح معاك حاكم فيديو بيستبعيج أكتر من مرة وتقع في الأخطاء دي دي بالنسبة لي يعني علمت السبع أنا أي حاكم تاني باستثناء أمين عمر ومحمود البنى كنت ممكن ما عندش مشكلة عارف لو حاكم من الحكام اللي لسه طالعة أنا ما عندش أزمة خالص يعني أقولك حاجة النهاردة الناس بتشيد بمحمد معروف محمد معروف عمل لقى في المطش النهاردة في الدياية 72 أو 73 رضا ستيم الكرة جاية يعني الموضوع ما يستطيعش أي حاجة حط رجلو على الكرة ما يطلع له نظار طب لو لا يبدأ عنده نظارين هو ما عملش أي حاجة يستحق الانظار فده بيدول لك أن فيه جزء من عدم التركيز أو فيه حاجة ما بتحصل إحنا مش فهمنا لأن مصر فيه أخطاء تحكيين من أول موسم مش مختلف معاك بس آخر أسبوعين يا كابتن إسلام الموضوع بقى وضوح الشمس مش معقولة الكلام ده مرة واحدة حصل هل هل الأجواء الانتخابية وصلت لي لجنة الحكام هل مثلا هل مثلا إن فيه حرب عايزين يماشوا مثلا بريرة قصي الأخطاء موجودة من أول السنة بس ما كانتش بالسرعة المؤثرة دي ما كانتش بالشكل ده يعني انت ببص مطش الزمالك والاسموحة مطش برامد المطش الزمالك اللي قابله مطش الأهل والإسماعيلي لا فيه حاجات بتحصل كده تحس لو غريت مفخر رمصاش ريوم كلام هات من أول السنة مش هتلاقي الأخطاء دي مش هتلاقي الأخطاء بالحجم ده أو مش عايز أقول لفظ دي يعني مش عايز أقوله بالفجاجة مش عايز أقول لفظ ده عايز أقوله مش بالخطأ ده مش بالشكل ده بمعنى بمعنى أن الأخطاء أخر 15 يوم زي ده جدا مش معنى أخر 15 يوم يعني أنا بسأل السؤال ده من أول السنة مطش الزمالك والاسموحة الواحده بالموسم كله يعني مفيش أخطاء مؤثرة في أخطاء بس بتبقى مثلا بس أنت مثلا تاني مباراة أحمد مثلا اللي هي مباراة مودرن و بيريمتز انت شايف ضربة الجزاء ضرب الجزاء ولا لا لا طبعا شايف ضرب الجزاء ولا لا لا طبعا طبعا ده خطأ مؤثرة مهدر يعني مهدر بيؤكد لك الفريق هنا مثلا ما تجي تتكلم على مباراة الزمالك والاسموحة الفريق اللي ظلم اللي هو اسموحة كسب فتقدر تعدي لا لا طبعا الناس بتقول كده أكمل بس الكلام أما في المباراة الثانية مودرن و بيريمتز فريق يتغلب يعني الفريق الظالم أو اللي تظلم اتغلب فهنا الناس بتقعد تفكر يعني طب و بعدين هنفضل نعمل كده لغاية إمتى و هنفضل نتكلم عن التحكيم لغاية إمتى و هنفضل نقول كل شوية التحكيم 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 يقول لك يا عم خليك في نديك ما أنت بتكسب مش مسألة كده يا مسألة أنا التحكيم المصري يجب أن يكون أفضل من كده وبكتير كمان طب أنا بقول لك نفس الكلمة الحضرية أنا اللي بقول لك تبتولي مطش بيرة من زفيتش ما هقول لداخل 15 يوم من أول السنة في أخطاء بس أخطاء ممكن تعديها اللي هو إيه تقولي يا عم ماشي ما بتحصل في كل حد لكن 15 يوم كابتل الإسلام الموضوع زيد جدا الموضوع بقى بصورة ملموسة وأنا اللي مزعلن والله الحكامك اللي هي أسماء يعني مثلا لو أمين عمر موجود محمود البن الأسماء دي هي الأسماء الكبيرة لو حد صاعد أنا ألتمس للعزر برغم من على فكرة في الأخطاء اللي حصلت دي دي ما فاشي ألتمس للعزر اللي دي ترى بالعين المجردة النهاردة محمد معروف بقول لك كان بيروع على الخطأ هو شايفه قبل ما الفيديو استدعيه طب ما هو منت عندك الإمكانيات ما انت عندك اللي يقن انت مثلا خلاص تأخذ القرار بتاعك والتقنيط الفيديو بيأكد على كلامك طب إذن ليه المشكلة بتاعت مثلا أنا مطش اسموح ليه مطش الزمالك واسموحه حتى تقنيط الفيديو محمد الصباحي بيستدعيك تقول له لأ أنا شايفها كده يبقى إذن في حاجة معينة بتحصل أنا مش فاهمها أنا كنافسي مش فاهم ليه الإصرار على الموضوع ده النهاردة محمد معروف يا كابتن واخد قرار ضربة الجزاء التانية واخد القرار ورايح وخلاص لتقنيط الفيديو أكد على كلامه هو حتى مش محتاج انه يروح لهم تاني ليه هو عنده ثقة في نفسه فالنهاردة أداء أداء حكم زي محمد معروف طب إذن تمتلك الإمكانيات طب ليه بيحصل في مطش الزمالك هذا الكلام في مطشين وليه بيحصل في مطش بيرامدز نفس الموضوع صحيح ده اللي أنا بتكلم فيه يا أحمد أنا مش شايف أي حسنة لابريرة ده انتوا شايفين حسنة لابريرة ده في الساعة الماجي إيه دوره بيعمل إيه بيحاسب الحكام إزاي كل حكم يغلط طوعة تبعيده وشهرين ثلاثة ده البنة اللي كنا بنقول عليه هو أصلا ما كانش أحسن حكم كان أحسن حكم من سنتين مستوى تراجع عمل أسوأ مطش لأي حكم في تاريخ حكم مصر يعني مطش الزمالك ده النهاردة كمان أنا شايف أن النادي الأهلي أخطر حاجة سنة دي بتواجهوا التحكيم يعني أنا أجيب لحضرتك حالات تحكمية برضو نادي الزمالك طلع بيان في آخر ثلاث مطشات يا جماعة طب هو آخر ثلاث مطشات طب ما تيجي نشوفهم تعالى لو نقرد الصور نبدأ الأول مثلا بمطش سموحة والزمالك أصلا إزاي إزاي أجيب حكم بنا كان حكم فار في المطش اللي قابله قدام البنك الأهلي والزمالك وغلط يعني كان هو حكم فار في مطش الزمالك والبنك الأهلي جايبوا حكم ساحة في مطش الزمالك واسموحة إزاي إزاي بيحصل في الدولة المصر الكلام إزاي دي ما تتحسبش ضرب الجزاء والفار يجيب البنة على فكرة دي فخطأ مزدوج بس دكتور حمد سابت يقول لك وأنا هقول لك فخطأ مزدوج بس إزاي البنة البنة عنيد عايز يباني أن أنا صح أنا مش هفترض سوق النواية أنا هفترض أنه هو كحكم اللي هو جابه خطأ مزدوجة يا دكتور بس أنت لما جابه هو عايز يبيني أن أنا قراري صح من الأول في حكام كده بيركابها اللي هو إيه الغرور أنا بقى قراري صح من الأول فلا أن اللي أنت جايبه ده غلط هو ده كان أنا وجد نظري ده فالمطش ريء البنة كان عايز من الآخر يعني كان فيه اتجاه أن هو عايز يخسر سموح عايز يخلي الزمالك يتعادل حاجة غريبة جدا ليه أنا بقولي الكلام ده أول مرة شوفها من البنة ليه ضربة جزاء صحيحة للحسام حسن ما تتحسبش ويديله إنذار تاني وطرد طب يا عمي إلغي الإنذار لما جابك الحكم إلغي الإنذار لما جابك عارفت أنه خطأ مزدوج اللي أنت بتقول لي مش عايز أفصر تسلية طب أنت حكم تقنيط الفيديو جابك مش هتحسبها ضربة جزاء يبنى خلاص كده حتة التمثيل في اللعبة مش موجودة لأنه هو فيه جدل على الموضوع يبقى تراجع في الإنذار التاني والطرد أنا همشي معاك الإنشاط ده بسيط زي ما هو قال إلغي ضربة الجزاء أوكي لكن تلغي الطرد وخلاص ثبت طالما حصل جدل على الواقعة يبقى إذن لعب لم يدعي التمثيل مدعيش للسقوط يبقى ما فيش إنذار تاني وما فيش طرد أنا كنت ممكن أتقبل لو أنت مدوش ضربة جزاء بس تلغي الإنذار التاني وما تضرغوش هو كده عمل خطأ مزدوج من الاتنين لغير بقى إسراره على إيه ضربة الجزاء اللي هي بتاعت أحمد حمدي دي مش ضربة جزاء خالص حسابها وآصلا مين لو وصل للقرة لعب سموحها يعني مش ضربة جزاء خالص لا بس رجع غير رجع غير بس كان في إسرار صحيح لعبة الهاني سليمان بتاعت التسعة ثواني دي احنا شفناها من إمتى حضرك شفتها من إمتى لا هو هو الهاني طلع زكي كمان بعد المباراة قال له يا كابتن طب أنا أنا قعدت بالكورة قال له عشر ثواني قال له طب ما صفرتش على السابع ليه طب ليه مستاني لغاية عشر ثواني دي برضو دي إسرار غريب حتى الوقت بدلت ضايع حتى هات الصور اللي بعدها كده في الحالات الفنية الصورة اللي هي فيها ناصر مانسي برضو كان يعني حطت هنا طبعا ده رأي الخبراء التحكيمة إن قراء البنة كان خاطئ الحكم ياسر عبد الرقوف إن فيه ماسك وشد وإن فيه راكلة جزاء فأنا مستغرب برضو نادي الزمالك مطلع بيان طب مما تيجي تطلع بيان النادي الأهلي ما بيطلع بيان بيوقع معاه أدلة بيبعت لاتحاد الكورة مثلا فيديو بالحالات التحكيمية لكن إنت أصلا إنت ده النادي اللي قدامك مظلوم برأي خبراء التحكيم بص لعبة زي دي إزاي من فاش كارتا يعني خلينا نتكلم عن التحكيم بشكل عام أفضل آه تمام كمل هات الصورة اللي بعدها هنا ده الماتش اللي قابله كان مين الحكم الفار في الماتش ده البنة ازاي يجيب حكم البنة حكم يبقى في ماتش البنة واخطأ فيها حتى لو مش اخطأ ازاي في خلال ثلاث تيام بيحكم لنفس الفرقة ماتشين ازاي يعني انت دلوقتي دي بقى الشد اللي حدك بتقول عليها شدة خفيفة ومش شدة دي شدة أصلا يعني دي تستهلت وبدار بالجزاء لا طيق شدة خفيفة وشدة مش خفيفة لو دي اه دي ما مسكش هو لا استهلت انا بقولك من شدة خفيفة ان انت افترطت حصل حالة جدل على الكرة وانت هتقول كذا ما تطردوش بقى ده اللي انا اقصده انا بقولك ان هي لا يضرب الجزاء صحيحة هو طالما لم يحتسب ضرب الجزاء فهو هنا بيحتسب ان هو تمثيل فلازم يديله الكارتل الأحمر الأصفر لا كابتل انا ممكن شوية في التحكم مش او في القن بس هو بيدعي فيك ان انت حاولت خداعه فتاخد مخالفة انذار على الخداع هو الانذار ده كان التاني صح ده اللعبة بتاعته صام فيصل اه هات هات هي معانا صورة انت هنا يا كابتل حصرت حالة جدلية على ضربة الجزاء اه حصرت حالة جدلية على ضربة الجزاء معنى ان الرجل بتعقفه ده استدعاك فاذا ما فيش نية التمثيل على الحكم فكده تلغي الانذار صح ده اللي انا اصده صح هنا متعقف انا احنا عايزين يعني اه او يعني مش احنا عايزين العدالة تقتدي ان انت تلغي الانذار انا بقول انا انا بقول ده ما قلتلك شهد ده خالفة بقولتلك هفترض معاك ان انت مش عايزة لضربة الجزاء فلتكنا عملت خطأ مزدوج لو انت مش عايزة تحسبها بترجع للاجمة تدوش طارد هنا هنا نفس اللعبة احنا كنا بنتكلم هات بس اللعبة اللي فاتت دي هنا نفس اللعبة كانت ماتش سموحة ايه ده لو ايد ده لحسام حسن انذار تاني وطارد وهي اصلا كانت ضربة الجزاء اللي سموحة هنا ماتش البنك الاهلي دي اللعبة اصلا مفيهاش تمثيل خالص من وصامة فيصل ده ده خلص الماتش فيه مفيهاش تمثيل خالص فهو حسابها تمثيل وداله انذار تاني وطارده من الدقاءة ستين وهي اصلا يعني هي مفيهاش انذار مفيهاش اصلا يعني حاجة مفيهاش تمثيل الولد عبدالله السعيد دخل في الكورة دخل على كان فيها التحام قوي زي ما احنا شايفين فانا ازاي تدي انذار تاني فيه كمل هات بقى الماتش اللي قابله الماتش التالت اللي هو يخص النادي الاهلي هم بيقولوا اخر تلات ماتشات طب انت في ماتش النادي الاهلي اصلا الجندة مش هادة خبراي التحكيم برضو ان الجندة كان فيه فاول يعني مين اللي تظلم في الماتش ده مش النادي الاهلي هات الصورة اللي بعدها مش كان فيه فاول على عمر كمال لعمر كمال على سيف الجزيري ولا لا كمل هات الصورة اللي بعدها هات رأي خبراي التحكيم صحيح فاول على لعب الزمالك بسبب رفع قدمه بشكل. ومطش البنك الاهل لاخسره. كان يجب على محمد عادل حكم الفار انه استاد عبراهيم نور الدين الزمالك فاز بهضف خاطر. مين كان الحكم كان محمد عادل. الغريب ان محمد عادل كان حكم فار في المطش ده. كان حكم ساحة في مطش البنك الاهلي. اللي هو بتاعد الزمالك والبنك الاهلي. كان حكم يعني الزمالك محمد عادل حكم له مطشين ورا والبنة حكم له متشين واربعض. هات اللعبة اللي بعدها بقى. عشان برضو احنا مش بنتكلم عن نادي الزمالك بس. لا. تعال لي بقى على بيراميدز. بيراميدز كسب. انا شايف ان هو كسب ما ينفعش. انت في دقيقة 92 وتدي له ضرب الجزاء هده. ليه? ليه? عشان يكسب. ما ده بيراميدز. اما انت بينافس. النهاردة. ايه بدل المكان يتعطل. هل دي ضرب الجزاء? النهاردة ضرب الجزاء ازاي وهي خطة من رجله ليده. في دقيقة 92 بتحسب ضرب الجزاء خطة من ايده لرجله. طب فين الاخطاء التحكمية دي ما هي دي? دي انا بقول له حضرتك. المطش الاهلي والبنك الاهلي اللي خسر يا كابتن اسلام النادي الاهلي. كان فيه كورة بتاعت حسين الشحات. اه. لمسة اليد. لمسة اليد. لو نعرف نجيبها لمسة اليد. كانت النتيجة وقتها تقريبا واحد واحد او اتنين اتنين. لو تحسبت ضرب الجزاء والاهلي سجل وتقدم كان المطش الاهلي طالما تقدم كان خلص. كنت عمرك ما هتخسر. كانت تلاتة اتنين تقريبا. كانت تلاتة اتنين للاهلي. كانت تل ضرب الجزاء كاتب اربعة اتنين. كان المطش حريص. اه ده الاهلي والبنك الاهلي. ضرب الجزاء بتاعت ايمن اشرف. ضرب الجزاء. دي كانت ضرب الجزاء لا تحمل الشكل. وضرب الجزاء بتاعت مطش الاسماعيل. اللي هي اللي لا تحسبت للاسماعيلين مفاش حاجة خالص. كانت انا بتتكلم عن البنك الاهلي والتحديد كانت توضح وضوح الشيط. انا هنا بنتكلم عن التحكيم بشكل عام. مطش المصري مبارح. والمصري كان بيلعب الجيش. فيه جون لميده جابر هدف صحيح خالص. اللي هي ال اوف سايت ديت. اه. هو الحكم حسابها اوف سايت وهي جون صحيح. كان في الشوت الاول. طبعا اننا المصري كسب طلعها الجيش. حلول بقى حلول سريعا جدا عشان حلقتنا بتنتهي. انا شاف ان بريرا مالوش دور خالص. اوكي. بريرا مالوش دور ولازم لازم يعني لازم انا بصراحة يعني لازم يجي حد لا يكون ليه رأي. انا شاف ان بريرا مالوش اي دور. ما شفتش حساب حكام. ما شفتش حكام صعدة كويسين. لازم يكون فيه الحكام اللي هي مش واخدى الثقة دي. اقعد معه اتكلم. اشوف مشكلة البنة ايه. البنة كان حكم كويس. دلوقتي بيقدم موسم سيء. اشوف مشكلته ايه. احاول ان انا اكسب الحكام وطلع حكام جديدة. لكن طول ما بريرا موجود انا مش متطمن عالتحكيم السنة. انا وجد نظر ان فيه على انتصفان بدليل مبارع عصامة. كابتن عصامة عفتاح طالع بيتكلم. فيه حاجة بتحصل مش واضحة. كابتن عصامة عفتاح انت راجل دلوقتي شجال في الاتحاد للمراطي. يعني انت طالع بتقدم نفسك. على اساس ان انت بديل. وبتقول ان انا مش عايز يجي. طب ده التوقيت اللي انت بتطلع في وقت اخرى. مصاش يروم الدنيا مش واضح. انا حاس ان فيه سر بيحصل. لان مستحيل يكون ده مستوى محمود البنة. انا بس قناعات شخصية. وانا برضه. انا المستوى. انا شايف ان فيه حاجة معينة. مش واضحة بالنسبة لي. حلول. انا شايف ان بريرا يكمل موسم بتاعه. بس يكون فيه جلسات معينة مع الحكام. يكون فيه دعم. لكن جزيلا انك هتمشي واحد دلوقتي اللي هتجيبه مين? هتجيبه واحد مصري. واحد مصري لأ. كفاية السنتين اللي قبل السنتين بتوعنات لها مع كامل الاحترام. الاجنابي مهما ان كان. بعيوبه بسلبياته بمميزاته. مش عايز اقول كلمة يعني افضل بكتير جدا من كابتل عصام عبفتاح. ونفس المجموعة اللي احنا بندور في الفلك بتاعها على مدى سنين. ما بتتغيرش. واخلنا في الاجنابي بس. يقعد مع الحكام ويحل المشاكل اللي عنده. الاجنابي بس يكون لدور. ما اللي كان قابله كان احسن منه ميت مارك. ما انت مشين فهتجيبه حد دلوقتي. فانت لازم هو يكمل الموسم بتاعه. اكمل الموسم اللي هو يخلص شهر 18. اللي ما وقت ما يخلص. وقت ما يخلص بقى. لو مش دلوقتي هيجيبه اللي هيجيبه لك حد. بس اعايز اقولك برضو بما اننا بنتكلم كان هناك اخطاة تحكمية واضحة خلال التلات اربعة ايام او العشر اخمستاشر يوم السابقة. ولكن اا اعتقد ان النهاردة البنة كان جويس. محمد معروف. محمد معروف. انا اسف. محمد معروف النهاردة محمد معروف النهاردة كان هاي المعدة الانذار ده. لكن كحكم رؤيته رايح على الكورة. يعني قدى مباراة سواء والله ما عشان الاهل يكسب سواء اا اا النادي الاهلي او. بس النهاردة سهله المباراة. بس النادي الاهلي سهله المباراة. لو خفش. ايه. لكن في مبارايات برضو بتبقى سهلة. بتطلع الحكام مش جاهد. اه يعتبر حسب ضربتين جزالة حبتين صعبين برضو. لكن انا باتكلم في انه في النهاية اا 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 الحكم النهاردة جيد. اللي يومين ثلاثة. لا 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 استنينا مختلف مع دكتور راح نزابط المطش مشى النطش ما كانش سهل بدلال الاتحاد كان بيعترض بس الحكم هو اللي مبين لك ان المطش سهل الحكم موجود في كل كرة الحكم موجود ده الحكم في ضربة الجزاء قريب جدا لما يبقى 3-0 في اول نص ساعة مش مختلف معا يعني بيبقى اسهل ما نتلقى نتيجة 0-0 الاتحاد نطش ما صير يعترض على ضربتين جزاء وفي الاخر لما ياخد باله خلاص كده تمام عموما هي مباراة مهمة يوم السبت القادم امام نادي بلادية المحلة رؤية سريعة جدا من دكتور احمد ومن سوز عبدالحكيك اكيد ان شاء الله نتمنى ان يبقى الفوز الرابع على التوالي المباراة اكيد هيبقى برضو فيه نوعا ما نبدأ بقى نفكر في الترجي بس انت ريحت لعيبة معلول تخلص مطش البلدية وبعدين تبدأ تفكر هيريع حد اكتر المطش اللي جاي ولا تأتيك البرعش المبقاش نشوال طويل هيبقى يدي للعيبة لان هيبقى فيه اسبوع هيرجع بقى اللعيبة اللي خدت روحها ده انا اعتقد عندك محمد عبدالنعم هيبقى اصلا كده اللي يقاف تلات انزارات لازم يريح محمد هاني لان انت برضو محتاج محمد هاني في المطشين اعتقد ان محمد هاني لازم ده وجهة نظر شخصية لي انا طبعا الجهاز البني لسه محمد عبدالنعم محمد عبدالنعم تلات انزارات انا بقول هم لسه مكرا هيتمرون فالأمور مش روضها بس انا وجهة نظر شخصية لي محمد هاني لازم يريح امام عشور دي وجهة نظر شخصية برضو فيه لعبة معينة انت محتاجها اي نعم كل لعب لي بديل وانا عايز بس سريعا كده الناس ازان تبص خط نص النادي الاهلي اللي كان بتانطقت في بيات الموسى خط نص النادي الاهلي في خمس لعبة واربع لعبة يا كابتن كلهم تحت 25 سنة يعني بتبني خط نص يديك ست سبع سنين اللي قدام هم فكل التوفير لنادي الاهلي في المباراة يوم السبت المباراة الاخيرة قبل انهاء دور الابطال والله يكون فوق اللعبة والجهاز الفاني للتركيز الاساسي بالنسبة له متش الترجي حقيقي فهم تحت ضغط نفسه عصري رهيب يعني يعني هنحاول نبقى مع حضراتكم ان احنا نبدل نتكلم عن مباراة بلدية المحلة لغاية يوم السبت القادم وبداية من الاسبوع او من الحد بقى اللي جاي ان شاء الله لن يكون هناك كلام الا عن الترجي وكيف هيلعب الترجي هنتكلم فنيا اكتر لان الترجي اسم كبير جدا جدا في القرى الافريقية زي ما الاهلي هو الافضل دائما افريقيا خلال على الاقل 15-20 سنة الاخيرة والفوز بعدد كبير من المطلاط ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت ونعدي مباراة البلدية على خير وبعد كده بقى نبتدي نتكلم عن مباراة الترجي انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عامل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لما تنسوش بكرة المباراة الثانية في نهائيات الكرة السلة رجال ما بين النادي الاهلي ونادي زمالك بيستو اوف فايف المباراة التانية المباراة الاولى فاز النادي الاهلي 79-60 ان شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة بكرة وتكون يا رب تكون المباراة الثانية التي يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بها ان شاء الله للستوديو التحليلي للمباراة قبل المباراة إن شاء الله المباراة هتبقى مدعاة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة إن شاء الله ربنا يكرمنا واستطيع النادي الأهلي أن يفوز في هذه المباراة إن شاء الله بعد المباراة مباشرة هكون مع حضراتكم في البيت الكبير أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير